سلام عليكم مش موانسين رجالتنا دفعت عشرين اربعة وعشرين خلصنا الحمد لله ملخص الفرق وانبارح حلينا وحلينا اللايف الاول وزبطنا الدنيا هنخش النهاردة نبدأ نحل اول اربع امتحانات بتوع اليوم التاني اليوم تمانية سبعة ما تكونش او ما تخشش هنا غير لو خلصت ملخص الفرق انا بقول لك اهو وشفت اللايف دا عمبارح النهاردة هنحل اول اربع امتحانات مع بعض رجال اول سؤال بادة بادة مش مبشرة خالص بمبدأ عدد بيقول لي عايزين عدد طرق تكوين عدد مكوم من اربع ارقام مختلفة ركز في الكلام اربع ارقام مختلفة مختلفة يعني التكرار ما يمفعش بحيث يكون العدد اكبر من ستة لاف من الارقام دي طب واحدة واحدة بقى انسى بحاجة نشتغلها بطريقة الخنات احنا بنكون عدد من اربع ارقام ادي الخانة الاولى ادي التانية ادي التالتة ادي الرقاة في شرط علي شرطين اولا تبقى الارقام دي او الرقم اللي انا هكوينه اكبر من ستة لاف يبقى هنا الخانة الاخيرة لازم يتحط فيها الرقم ستة اجبالي يبقى هنا احط رقم واحد هنا انا بحط عدد الاعداد يبقى رقم واحد اللي هو مين فوق كده اللي هو الست ثانية في الخانة دي اقدر احط اي رقم من صفر الست لا ما هو قالك الارقام مختلفة يبقى مش هينفع تحط لي الستة لانك الستة اخترته هنا يبقى انت هتحط الحجم الستة دول فقط في الخانة دي لان هو شرط عليك انها تبقى مختلفة طب في الخانة دي انا هنا كده حطت حاجة من ستة اعداد ده عدد الاعداد اللي انا حطيت اللي هم من صفر الخمس واحد منه يبقى انا كده هنا محطوطة الستة وهنا محطوطة عدد من صفر الخمس قول مثلا واحد يبقى هنا لازم احط حاجة يا صفر يا اتنين يا تلاتة يا اربعة يا خمس يعني خمس اعداد فقط عشان يبقى مختلفين وهنا بالمثلة احط اربعة عدد ويبقى عدد الطرق بيساوي ده في ده في ده في ده يعني اربعة في خمسة في ستة يعني آآ تلاتين فاربعمائة وعشرين اللي هي الاجابة رقم دال ادي اول سؤال تاني سؤال مش محتاج هاري بص لو احنا نحل واحنا ناس مش فاهمة قوي هو بيقول لي الف متجه بيساوي واحد واثنين وثلاثة حولتم الصورة الجبرية للصورة الاحلسية وبيه متجه بيساوي اتنين وثلاثة وسالب خمسة خلاص خلاص قالك يا سيد العزيز فان ايه من الاختيارات من غير اصلا محل انا عارف انه الف به ده اللي هو المتجه الناتج من الضرب الاتجاهي للمتجه هين بيكون عمودي عليهم فبالتالي الاجابة الصحيحة هي الف ان ده عمودي على الف او الف عمودي عليه بابدون حل هي الاجابة الف طب عايز تحل هتشوف الاول الف و به بيتوازو ولا لأ عشان يتوازو هتحل بالاستبعاد الف و به عشان يتوازو لازم يكون سين على سين بيساوي صاد على صاد بيساوي عين على عين وده ما حصلش بابدين ما دمفعش عشان يشوف الف و به بيتعمد ولا لأ هجب لهم الضرب القياسي واشوفه بصفر ولا لأ هاته الضرب القياسي كده اتنين زائد ستة مقص خمستاشر ده بسالب تلاتة مش بصفر يبقى دي كمان غلط سالب سبعة الاجابة عندك رقم ده اللي بيقول الف يوازي الف بيه هو الف ضرب اتجاه به بيوازي الف ولا عمودي عليه بابدين ما دمفعش فاصلا السؤال مش محتاج حد هي اللي اجابة الف بس اللي بعده السؤال رقم ثلاثة بص بقى الديني محدد بيساوي اتنين محدد بيساوي ايه اتنين والف ان المحدد ده بكاد فكرة المسائل اللي فيها محددين دي اللي انا اوصل واحد فيهم للتاني يعني بالبلدي المحدد ده ماشيك لو سمينا المحدد به المحدد به عامل كده خمسة الف به جيم خمسة دال هيه واو خمسة وتلاتين سين سبعصات سبع ايه خلاص واللي هناك ده اللي هناك ده هنسميه المحدد الف انا عايز اوصل المحدد به للمحدد الف باللعب بقى اخد عامل مشترك وبتاعه طبعا المحددات العامل مشترك فيها بيتخذ من صف واحد او عمود واحد انما المصفات من كله خلاص فانا هروح اخد الخمسة عامل مشترك من العمود الاول يبقى خدنا برة خمسة اذا عناصر العمود الاول هتتقسم على خمسة يبقى دي بقت سبعة بقى الشكل كده ثم من الصف التالت اخد السبع مشترك يبقى عناصر الصف التالت هتتقسم على سبع اهو يبقى اصبح المنظر كده هل ده هو المحدد الاصلي اه هو هو يبقى اذا المحدد اللي مدهولي بيساوي خمسة وثلاثين في قيمة المحدد اللي اسمه الف يعني خمسة وثلاثين في اتنين سبعين يا محترم اللي هي الاجابة رقم دال وشكرا بس نروح للسؤال اللي بعده بيقول لي في المفكوك ده حسب قوة سين التنازلية ركت السين تنازلية يبقى سين في الخانة الاولى طب ما هي في الخانة الاولى يجي الوقت يقول لك بس يا استاذ ده فيه سين هنا كمان لا السين اللي دي مقصود سين والسالب واحد وبالتالي كده احنا في السليم طب لو كان قال سين تصاعدية كنت لازم ابدل دول خلي بالك اذا كان الحد الخالي من سين بص المعادلة لمدهالي الحد الخالي من سين يساوي معامل الحد السابق فعايز قيمة الف بيه خلي بالك برضو من ضمن المهارات اللي عايزك تكتسبها ان لما يجي يقول له بحاجة زي كده مش لازم اجيب الالف بكم والبه بكم ممكن اجيبهاله على بعضها دي لعبة الامتحانات فالسيادك تبدأ ازاي يقول لك ما بعرفش ابدا في السؤال يا استاذي هو بيلغيك بيقول لك ايه بيقول لك ان الحد الخالي من سين ها اكتب المعلب الراحة بيساوي معامل الحد السابق بيساوي معامل الحد السابق كلام جميل تبقى لهذا المعطهك لالف به طب واحدة واحدة انا انا عايز اللي الدولي داي انا محتاج اجيب الحد الخالي من السين حد الخالي من السين عشان اجيب واروح اجيب الحد العام وسنجف وبساطه في ابسط صورة وخلي السين واحدة ولعبة ده. فالحد العام هيبقى عشرة قفرة في الاولاني الف سين قص الفرق عشرة نقص ريه في الثاني واحد على به سين نكتبها كده احسن اقصه بواحد سين قصوا في واحد قص ريه لسه ما تسنجفش تمام? يبقى هيساوي عشرة قف ريه. القصص بتتوزع في الضرب تبقى الف قص عشر نقص ريه. سين قص عشر نقص ريه. بيه قص سالب واحد القصة هتوزع في الضرب. يبقى ده قص ريه يعني بيه قص سالب ريه لان القصة تتضرب في بعض. سين قص سالب ريه. لسه ما تبصتش. هنجمع السين والسين هنضربهم نجمع القصص بتاعتهم تبقى سين قص عشر نقص ريه نقص ريه يعني نقص اثنين ريه. يعني الشكل النهائي عامل كده. كده الحد العام مت سنجف اهو. فابسط صورة ونص عليه قلبه. ثم نساوي القص التعسين في الحد العام. بالقص المطلوب هو الخاني من سين ده المجتمل على ايه? على سين وص صفر. يبقى اتنين ريح بعشرة يعني ريح بخمس. خلي بالك بقى. يبقى الحد الخاني من سين كده هو الحد السادس مش الخامس. يبقى عشان الريح بخمسة الحد الخاني من سين هو الحد السادس. يبقى انا بقول لك هنا ان ها ستة بيسوي معامل ها سبعة. طب الله ده مش منطقي يا استاذ. ازاي حد يسوي معامل? يا استاذ يمهل حد الخاني من سين هو رقم اصلا. فبالتالي هو نفسه معامل. يلا هادي بالتعويض هنا في الحد العام على الريح بخمسة. ودي بالتعويض هنا في الحد العام على الريح بستة. بس يا اخي والله انا شايف ان هنا الفرق. بص. واحد فشايف ان اسهل لنا نعملها نسبة. يبقى نقسم على معامل ها ستة. ادي المعادلة بتاعتي هيبقى شكلها كده ده على ده. بيسوي واحد. اسمنا على معامل ها ستة. دي هفكها بقانون النسبة ما بين معاملات حدين متتالية. تبقى القص اللي هو عشرة. نقص الردبة الصغيرة اللي هي ستة. زائد واحد على الستة. وعشان بقول نسب معاملات يبقى فيه معامل التاني معامل التاني واحد على به. معامل التاني اللي هو من يعني شيني المتغير شيني السيني يديك واحد على به. ومعامل الاول الف. ومقام البسط مقام يبقى البيه تنزل تحت. ودي احداشر نقص ستة على الستة يعني خمسة على الستة. يعني المعادلة في الاخر بقت خمسة على الستة في واحد على الف به بواحد. هنودي دي هناك بتضرب الطرفين في الف به يبقى الف به بتساوي خمسة على ستة اللي هي الاجابة رقم بها. بعد كده عندنا السؤال الخامس بيقول لك ميم بص بيلغيك ما تسكوتش بيلغيك تلغيك بيقول لك ميم هي نقطة منتصف به جيم روحتها على طول. فين به يا اخوة اهي? فين جيم يا اخوة اهي? يبقى ميم عشان اجيبها هي هجيب نقطة منتصف به جيم بانه نجمع السينات ستة على الاتنين تلاتة. والصلاتة على الاتنين اآآ آآلا تمانية على الاتنين دي معلش باربعة. تمام? فبيقول لك ان رجل محترم بيقول لك فإن هات يعني هات معدد الكرة استنى بانوها فين معدد الكرة عشان اجيبها محتاجين محتاج حاكتين بيدور عليهم مركزها ونص قطرة هل ادني حاجة منهم ايوة قال لك الكرة مركزها مين يبقى المركز عندي وده مركز الكرة يعني النقطة اللي منتصف بيجيه هي مركز الكرة طب فين نقمت ده ليش بس قال لك الكرة تمر بألف آه الكرة بتمر بألف نقطة تقع على الكرة عايز نص القطر نص القطر بيساوي بعد اي نقطة عن الكرة على الكرة عن مركزها يعني الف على الكرة مش بيه ولا جيب الف هي اللي على الكرة شب Kakashi عشوائي وانت بتحيل يبقى نقمت هيساوي بعد المركز عن الف يعني طول القطة عن نص تقيمة ألف ميم ده مركز الكرة فهتبق قانون البعد على ألف ألف هاي وميم هاي هطبع عليهم قانون البعدة محترم أجيب نص القطر من قانون البعدة بين نقطتين يبقى جزر فرق السينات تربيع 25 زائد فرق الصداد تربيع 4 زائد فرق العنات تربيع 1 فيطلع بيساوي جزر 30 جبت نق هو عايز المعادلة بالصورة القياسية فمعادلتنا بتبقى سين ناقص سين المركز ونربع يعني ناقص 3 تربية زائد صاد ناقص 2 تربية زائد عين وقص عين المركز ونربع بيساوي نقمة ربع اللي هو 30 لما الربع دي يعني هتبقى الإجابة عندنا رقم جيد صح كده؟ بس أنا بتزاول في الأرقام الكتاب دي اللي بعده بيقولك ألف متجه شكله كده عايز جيوب تمام زوايا اتجاهه سنة بس هو ايه المطلوب ده معاش ايه جيوب تمام زوايا الاتجاه دي؟ اللي هي متجه الوحدة جيوب تمام لاتجاه اللي هي متجه الوحدة عايز جيوب تمام لاتجاه لألف يعني أنا عايز المتجه الوحدة في اتجاه الألف اللي هو بيساوي المتجه ألف على معيار المتجه ألف ألف متجه اللي هو سلب 3 وصفر واربعة معياره هيبقى جزر ده تربيع زي ده تربيع زي ده تربيع زي ده تربيع على الألف خمسة يبقى متجه الوحدة في اتجاه الألف أو جيوب تمام اتجاه الألف بتساوي سالب 3 على الخمسة وصفر واربعة على الخمسة اللي هي الإجابة عندنا رقم جيوب ماشا رايز؟ بعدين عندك السؤال السابع بيقولك في المفكوك ده حسب قوة سين التنازلية لازم تبقى سين في الخنة الأولى أهي في الخنة الأولى هي يعني أستاذ طب ما هنا سين لا دي سين والسالب واحد خلاص إذا كان الحدان الرابع والحادي عشر متساويين المعلومة دي هي اللي هاستغلها مش عقود أبص السؤال والسؤال بصلي أستغل هذه المعلومة عشان أجيب لك المحلوب قال لي حاها ربعة بيساوي حا حداشر حل دي والله كان نفسه فلفص وعملها نسبة بس الفلوق مش وحايل فهضطر إن أنا عشان أحل اللي بيدهولك دايما هاته هو أدك هاربعة هو هاته هاته حل المعادل هاربعة بجيبه إزاي بيبقى القص من الحد العاء قف تلاتة في الأولاني سين تربيع قص الفرق عشرة في الثاني واحد على تمانية سين قص اللي تحت تلاتة يعني تمانية قص سلب واحد سين قص سلب واحد لكل قص تلاتة بره راح أخليك هادي بيساوي حق حداشر هروح نجيب حق حداشر هيبقى تلاتتاشر قاف عشرة في الأولاني سين تربيع قص الفرق تلاتة في الثاني تمانية قص سلب واحد سين قص سلب واحد قص اللي تحت عشرة هو عايز يحل يجيب سين أولا لو أنت راجل فاهمان من غير قلع حسب بقى وعبط خلي بالك أنا حتى لما طرع شرق الحسب عشان بس تبقى ياخد بقى دي ودي هيلغوا بعض إيه ده إيه ده أستاذ ده سحر لأ مسحر لأن الدليلين مجموعهم يساوي العالم عشرة وثلاتة تلاتتاشر من خاصية تساوي التوفيق ثم أبدأ بسط دي قصة القصص تبضرب في بعض تبقى سين قصة عشرين والقصة هيتوزع في الضرب بمتوزعش جامعة وطرح طبعا يبقى تمانية قص سلب واحد قص ثلاتة يعني عاملة كده سين قص سلب ثلاتة حلو بيساوي تعني مسح دي بس عشان يبقى عندنا مساحة دي راحت خلاص سين قصة اثنين قصة تلاتة يعني سين قصة ستة تمانية قص سلب واحد قصة عشرة يعني تمانية قص سلب عشرة سين قص سلب واحد قص عشرة يعني سين قص سلب عشرة ازاي نبسط دي؟ عادي هاجي هنا هاجمع قصة السين تبقى سين قص سبعت عشرة في تمانية قص سلب ثلاتة يبقى ده خلصناها بالراحة خلاص ودي في دي سين قص سلب اربعة في تمانية قص سلب عشرة ثم هننسم على دي وننسم على ده يبقى سين قص واحد وعشرين لما نودي دي ننسم عليها هنطرح القصص تبقى عاملة كده ودي على دي تبقى تمانية قص سالب عشرة تبقى تمانية قص سالب سبعة لما نطرح القصص يبقى سين بتساوي الجزر رقم واحد وعشرين وده فردي فما حطتش موجب وسالب لو زوجي يحط موجب وسالب للعدد ده حسبها كده؟ نص حسبتها؟ يبقى الاجابة هي رقم به نص خلاص كده؟ ده السؤال السابع تقولي شوية؟ بس عادي نيجي بقى لدي قالك نظام المعادلات دي بص شايف دي معادلات خطية؟ طب متجنسة ولا غير؟ لازم تحدد قبل ما تحل والله طرفها الشمال كل صفار يا محترق فطالما طرفها الشمال كل صفار او الحدود المطلقة بتاعتها بصفار تبقى معادلات متجنسة طب نلاجع كده مع بعض المعادلات المتجنسة دي المعادلات المتجنسة دائما لها حل اسمه الحل الصفري اما بيكون هذا الحل حل وحيد يعني الوحده يعني هو الوحيد اللي بيحقق المعادلات او يكون وسط عدد لا نهائي من الحلول يعني نقول اما لها عدد لا نهائي من الحلول من ضمنها او من بينها الصفري حلو حلو بنحدد نوع الحل ازاي بقى نجيب مصفوفة المعاملات ونجيب ردبتها ونقرن ردبتها بعلد المجاهي طب تعالى كده نفتكر بنجيب مصفوفة المعاملات ازاي الف بام لها صفوف المعادلة الاولى اتنين سلب واحد ثلاثة والمعادلة التانية اربعة سلب اتنين ستة والتالتة واحد صفر اتنين خلي بالك مش كده عايز اجيب ردبت الف عشان اقارنها بعدد المجاهيل اللي احنا بنسميه نون اللي هو هنا ثلاثة اولا عشان تجيب ردبت الف هي كم فكام ثلاثة في ثلاثة ثلاثة صفوف في ثلاثة اعملات فطالما الف ثلاثة في ثلاثة يبقى ده معنا ان ردبت الف يا واحد يا اتنين يا ثلاثة بعرف ازاي بجيب قيمة محدد الف محدد الف هنا مش محتاجة جيب قيمته بالفك مش محتاجة فوق لان هو بصفر ليه بصفر لان عناصر الصف الاول لو ضربتها في اتنين هتدي عناصر الصف التاني مش في صف مضاعفات صفي بقى المحدد قيمته صفر يبقى الف ردبتها تحرم طالما المحدد بصف تحرم من الردبة العالية وتاخد يدية دي طب بتاخد دي او دي تبقى اللي ايه اولا هلان هنا محتاجة اعرف هي واحد ولا اتنين لا مش محتاجة طب لو عايز اجيب الردبة ومزنوق يعني عايز اجيبها بقى بكام بالزبط القرار هنا يرجع للمحددات الصغيرة اللي اتنين في اتنين لو كلهم التسعة دول تسعة تسعة محددات صغيرة كلهم بصفار في الردبة واحد لو مش كلهم بصفار في الردبة اتنين لكن انا هنا مش محتاجة اجيب ردبة اصلا لان ردبة الف لما تكون بواحد او باثنين سواء ده او ده هتبقى اقل من عدد المجاهيل اللي هو ثلاثة طالما الردبة اقل من عدد المجاهيل اذا النظام ده هو عدد لا نهائي من الحلول من بينها الحل الصفري خلي بالك اصلا انا قبل ما حل هرفض ده لانه بيقولك عدد الصفري ده مستحيل مفيش حل هرفضه هي الاجابة دي بس طبعا طلع في عدد لا نهائي من الحلول بقى كالسؤال التاسع بيقول لي عايزين معادلة الخط معادلة خط او مستقيم بجيبها ازاي محتاج نقطة تقع على المستقيم نقطة عليه ومحتاج متجه اتجاهه خليك بسيط وانت بتحل فتعان شوف هل في معتاة السؤال الداني الحاجات دي ولا خفاها عني قالي المستقيم يا مرت بالنطق دي يعني كده الحمد الله ما عاية نقطة علىعيه عانى نقطة على المستقيم يبقى دي عدمي فاضل متجه اتجاهه ويوازي ده يعني لي هم نفس وهيه بتاع ده يعني وهيه بتاع ده بيساوي رقم في هيه بتاع ده ولانه والهيه متجه اتجاه ممكن عدد على رقم بواحد يبقى اذا المستقيم بتاعنا متجه اتجاهه هو نفسه متجه اتجاه ده بسبب التوازي طب من الصورة البرامترية بجيب متجه اتجاه ازاي معاملات الكاف بالترتيب ثلاثة سلب واحد اربعة يبقى كده المستقيم اللي انا عايز معادلته معايا نقطة عليه ومتجه اتجاهه تبقى معادلته كالقاتي هو عايزة بالصورة الاحداثية اتفقنا بنجيب الاحداثية بسرعة ازاي بنقول سين نقص سين النقطة على سين الهيه بسرعة مش نازم بقى جيب المتجه وفكها جيب برامترية ومن البرامترية جيب كفة جيب الاحلاثية مش محتاجة بتساوي صاد نقص صاد النقطة على صاد الهيه بتساوي عين نقص عين النقطة اللي هي اربعة على عين الهيه اللي هي اربعة فتبقى الاجابة سين نقص واحد على الثلاثة زي اتصاد اللي هي جاكم جيب هي الاجابة جيب طريقة نشوف اللي بعد. تسعة بيقول لي تسعة في شغل. بديك معادلة ولا عشر في شغل. بديك معادلة كده. بيقول لك فان العلد المركب عين عصورة مسلسية. عايز عين عصورة المسلسية. واحدة واحدة بقى. هنمسك العلد ده. انا عايز اجيب عين. حل المعادلة. عين مش عندك. عشان تجيب صورته لازم تجيبه. تيه هتضرب هنا تديك تيه عين وقص اتنين عين. حل معادلة جدا. دخل دي. طلع ده. جب عين نقص تيه عين. بيساوي سالب اتنين نقص اتنين تيه. ثم اخد العين مشترك. يتبقى لك واحد نقص تيه بيساوي سالب اتنين في واحد زائد تيه. يبقى من هنا كده. عين بيساوي. ده على ده. يعني سالب اتنين في واحد زائد تيه على واحد النقص دي. تعال من هنا بقى كده جبت عينه. بس استنى ده في كسر او في في المقام على التخيل. ممكن اعمل ايه? انا لقي. فكك بقى من شغل الضرب في المرافق والحاجات الجبرية دي اشتغل بالخواص. العدد عين اي عدد في الدنيا لو قفشت مقياس وساعة الحور خلص. هات مقياس عين? مقياس عين هيساوي مقياس ده? ومن خواص المقياس بيتوزع في الضرب. يبقى هيساوي مقياس سالب اتنين في مقياس واحد زائد تيه على مقياس واحد نقص تيه. مقياس ده موجب اتنين هو قيمته المطلقة. دي محفوظة من غير قانون جزر مش عاف ايه? ودول عددين مترافقين فلاهم نفس المقياس. يعني ده زي ده من غير ما جيبه اصلا. يعني لو جبت مقياس ده جزر اتنين. لو جزر واحد تربية زائد واحد تربية. وده كمان مقياسه جزر اتنين جزر زين تربية زائد صوت تربية. فارحوا مع بعض. يبقى العدد المطلوب من قياسه اتنين. ساعة العدد هاي. الساعة في الضرب بتوزع جمع وفي الاسمه توزع طرح. ففوق في هنا ضرب. يبقى تديني ساعة الاول يعني ساعة سالب اتنين زائد ساعة ده يعني زائد ساعة واحد زائد ته ناقص ساعة اللي في المقاب ساعة العدد ده حقيقي يصير في سالب ساعة محفوظة بمية وتمانين زائد ساعة ده ساعة سين مجابة صد مجابة في الربع الاول تبقى شفت تان صاد على سين يعني شفت تان واحد يعني خمسة اربعين وبشتغل بإشارات بإشارات السين والصاد عادي ناقص ساعة ده سين مجابة صد سالبة ربع رابع في الربع الرابع الساعة شفت تان صاد على سين يعني شفت تان سالب واحد على واحد يعني شفت تان سالب واحد ليه سالب خمسة اربعين على القليل يبقى الناتج مية وتمانين زائد خمسة اربعين زائد خمسة اربعين يعني امتين وسبعين ودي يقول لك مش اساسية ما اشتغلش بيها يا عم اشتغل بيها عادي ما هيكون لها زواية متكفرة بس لو عايز الاساسية اطرح من دي تلتمائة وستين تبقى سالب تسعين رجعت اساسية يبقى العدد عين المطلوب هو عدد مقياسه اتنين وساعته سالب تسعين يبقى هو عايزه بالصورة مسلسية فيبقى اتنين في جتة سالب تسعين زائد تهجة سالب تسعين وبارك الله فيه ما رزق طيب كنت انت جيت من البداية اشتغلت الشغل التقليدي بتاع ان انا لوح اضرب فيه المرافق ومش عارف ايه تمام صحة عادية فيش مشكلة وكان هيبقى مش صعب على فكرة لكن في بعض الاحيان بيبقى الحل الجابلي يرخم قوي وطويل قوي مثلا لو رفعو لك قص عشرة مش هروح ارفع قص عشرة انا بنظريت زي تلحد ايه? هنا الاجابة طلقت ايه? 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 بعد كان سؤال حداشرة رجال. سؤال حداشرة رجالة بسؤال جميل وغير تخليدي بيقول لك اذا تقاطع خط مين اللي تقاطع? مين اللي تقاطع? خط تقاطع المستوين يعني انا بنديه بلوم مختلف بس. خط تقاطع المستوين دول ادي مستوى? ودي التاني بنديك المستوى الاول بالصورة العامة والتاني بالصورة العامة. طيب خط تقاطع المستوين ده قطع مين? قال لك تقاطع مع محور عين. عارف كده الرجال بيقول لك ايه? انت عارف ان خط تقاطع المستوين ده? او المستوين يعني خط تقاطع المستوين ده اي نقطة عليه هي نقطة في المستوين? صح صح. وبالتاني لما اقول لك ان هو قطع محور عين يبقى فيه نقطة على محور عين تقع في كلا المستوين. يبقى هفرض ان النقطة اللي على محور عين دي اسمها صفر وصفر سي ما يعني على محور عين وكاف مسلا. تمام? واروح اعوض في المعدل دي. يبقى ثلاثة سين اعوض عن سين بصفر. وصوك ما هيبتحقق كلا المستوين يبقى اتنين كاف زائد ستة بصفر. كده اعوضت بها هنا مش عشوائي لانها تقع في المستوى الاول. يبقى كاف سالب ثلاثة. وبعدين سين زائد اربع صاد حط سين بصفر صاد بصفر. وعوض عن العين بكاف. يبقى سالب كاف زائد جيم بصفر. وكاف جبناها بسالب ثلاثة. يبقى جيم زائد ثلاثة بصفر. يبقى جيم بسالب ثلاثة. وده السؤال قوي على فكرة. يبقى اللي جابة بك. خلي بالك تاني. هي الفكرة في السؤال ان خط تقاطع المستوين اي نقطة عليه بتحقق كلا المستوين. فلما قل لك انه قطع محور عين. يبقى فيه نقطة على محور عين تقطع في المستوى ده. وفي المستوى ده. يعني بتحقق ده وبتحقق ده. فرضنا النقطة عوضنا بها هنا. جبنا كاف. وعوضنا بها هنا جبنا جيم. وخلص الكلام. وده سؤال الجميل بصراحة او. سؤال اتناشر بيقول لي. ازا كان نون تبديل ريه بص الطرف الشمال او اليمين فيه تبديل. والناحية التانية فيه حاصل ضرب ععداد. انا متأكد ان ده تبديل وده ده تبديل. بس الفكرة فين? ان اللي في الطرف ده. عشان يبقى تبديل. اللي في الطرف الشمال لازم يكون حاصل ضرب ععداد متتالية. هي دي عدد متتالية? لا. بس انا لو خلت دول عشرة مش ضربهم في بعض بعشرة. فهيبقى الشكل هنا اتناشر في احداشر في عشرة. من غير بقى ما تضربهم. من غير ما تضربهم ازا المغفلية كده حاصل ضرب تلات اعداد متتالية اكبرهم اتنشر يعني المنظر ده هو اتناشر تباديل تلاتة دي تباديل ودي تباديل يبقى نوم بكام باتناشر بس رسيط جدا سؤال اللي بعد بيقول لي قياس الزاوية بين المستقيم ده ماشي والمستوى ده زاوية بين مستقيم ومستوى عشان اجيبها بجيبها بالقانون جاسيتة بتساوي مقياس نون ضرب قياسي هي على معيار نون معيار هي فعشت الجاب بحاجة ده ايه طب لو كان الف السؤال الزاوية بين المستقيم والعمودي على المستوى كنت هساوي القانون نفسه بس بجده خلي بالك من حتة دي وهنبع عليه فانا هجيب الهيه والنون الهيه من معدد المستقيم الاحداثية بيبقى المقام على معامل سين والمقام على معامل صاد والمقام على معامل عين والنون من الصورة العامة بتاعت المستوى بيبقى معاملات سين وصاد وعين يعني واحد وواحد وصفر يبقى جاسيتة هتساوي من قياس اضرب نون قياسي مع ايه يدي اتنين زائد واحد تلاتة زائد صفر يعني ضربهم القياسي بتلاتة مش محتاج مع قياس حتى معيار النون جزر ده تربيع زائد ده تربيع زائد ده تربيع جزر اتنين معيار الهيه جزر ده تربيع زائد ده تربيع زائد ده تربيع زائد ده تربيع جزر ستة يعني احسب لنا بقى شفت صاين الكلام ده? 3 على جزر 12. فتطلع الزاوية بتساوي 60 لما تعمل شفت صاين اللي هنا ده. بس كده. 14 بيقول لي مصفوفة الف عاملة كده فان ده في ده بيساوي كاب. ماشي. تعال نفصصة. تعال نجيب الاول محدد المصفوفة الف. قادي المصفوفة الف عايز لها قيمة المحدد. اروح اجيب قيمة المحدد يا بالفك يا بدون الفك. والله هنا اصلا مش محتاجة فك لان هو على الصورة بص بص المسلسية. فقيمة المحدد هي حاصل ده اربع ناصر القطر الرئيسي. يعني محدد الف بنون تكعيبي بقى احنا كده جبنا دي بنون تكعيبي. هنضربها في ده. تعال كده بره نجيب محدد اتنين الف. اه دي خاصية مهمة. محدد رقم في الف. رقم في مصفوفة. بيساوي الرقم قص النظم في محدد الف. الف تلاتة في تلاتة يعني المين بتلاتة. يبقى ده هيديني كاف اللي هي اتنين قص تلاتة في محدد الف. يعني تمانية في محدد الف نون تكعيب. يبقى دي كمان جبناها بتمانية نون تكعيب. يبقى ضربهم في بعض تمانية نون قص ستة في غاية البساطة. تمام تمام. هنا بيقول لك عايزين الجزرين التربعيين لهذا العدد على الصورة القصية. طيب تعال كده نفتكر. بنجيب جزور عدد مركبة ازاي. عشان نجيب الجزور التربعية للعدد اللي اسمه سالب اتنين تهي. اي عدد عايز تجيب له جزور اقفش مقياسه وساعته. فالعدد اللي احنا هنجيب له جزور هو ده. هات مقياسه. مقياسه ده عدد تخيولي صرف سالب مقياسه بيبقى القيمة المطلقة للرقم المظروف في تهي عن اتنين. ساعة هذا العدد مش محتاجة احسبه برضو بالقوانين لانه عدد تخيولي صرف سالب فساعته سالب تسعين. ثم انت بتجيب جزور نوعها ايه? تربعية. هيطلع كم جزر? اتنين. هفرض ان الجزرين اسموهم عين واحد وعين اتنين. الجزرين بيبقى ليهم نفس المقياس. بيساوي مقياس العدد الاصلي اتنين اللي احنا بنجيب له الجزور. قص واحد على عدد الجزور اتنين. يعني جزر اتنين. ساعة اول جزر. بتساوي. ساعة اول جزر بتساوي. ساعة الاصلي ده قانون. على عددهم اللي هو اتنين. يعني سالب خمسة واربعين. خلي بالك بقى انا مش محتاج اجيب التاني. لان لو جبت الاول. فالتاني معكوسه الجمعي لان مجموعة الجزور بصفر. بس هنجيبها للمراجعة. ساعة تاني جزر. او ساعة اي جزر عموما. بتساوي ساعة اللي قبله. زائد تلتمائة وستين على نون اللي هي عدد الجزور. ساعة اللي قبله سالب خمسة واربعين. زائد تلتمائة وستين على عدد الجزور هنا اتنين. يعني مية وتمانين نقص خمسة واربعين. مية خمسة وثلاثين. شكرا. كده انا جبت الجزول على فكرة لان احنا اتفقنا لما نقفش مقياس وساعة اي عدد افاشنا العدد طب تعالى كده نمسك الجزر الاولين الجزر الاولين يعبار عن عدد مركب مقياس وجزر اتنين ساعة وسالب خمسة واربعين يعني شكله كده بالصورة القصية جزر اتنين اللي هو المقياس في هيه قص السعب الدائري سلب باي على الاربع لازم دائري في الصورة القصية فتيه كان عايزه مسلسية كده اقول جزر اتنين في جتة سالب خمسة واربعين زي بتهجه سالب خمسة واربعين عايزه جبريا كده اجيبه بالصورة المسلسية وبعدنا فك اضرب جزر اتنين في جتة سالب خمسة واربعين وهكذا طب والجزر التاني مقياسه جزر اتنين الجزور كلها لها نفس المقياس ساعة مية خمسة وثلاثين يبقى هيه قص السعب الدائري تلاتة باع على ربعة فتان خلي بالك يعني كده جزور هذا العدد هم دول اللي هي عندي هتبقى الاجابة رقم الف بس في برضو حاجة حاجة احنا ما منحبهاش بصوا كم ممكن تحل السؤال ازاي تمسك الجزر الاولاني يتربعه وتشوف هيديك ده ولا لأ وده كمان المفروض طالما هم مكزور تربعية فمربعاتهم تدي العدد بس اشان لو جالك السؤال ما قالي هتحل يبقى انا ممكن كنت اربع الاختيارات واشوف مين منهم هيديني العدد ده خلاص بس انا بحبش الطريقة دي هنا بيقول لي ازا كان نون تبديل او نون زائد واحد تبديل ريه اكبر من نون زائد واحد تبديل ريه مقص واحد فان نون اعلاقتها بريه فك باش ما تقوليش بقى هنا انا هعمل نسبة نسبة ايه حبيبي ده العلم زي العلم اه ماشي والدليل الفرق واحد بس ديه تبديل مش توفيق فتعمل ايه هتفك على طول التبديل بالمضروب مضروب العلم على مضروب اللي فوقنا هصل لتحت اللي هي نون زائد واحد مقص ريه بس احنا جوه المضروب دايما نحب نرمي الارقام ورا خلي بالك من حتة دي اكبر من يعني نكتبها كده ما نكتبهاش كده ده هيتفك المضروب العلم نون زائد واحد على مضروب ده ناقص ده وخلي بالك من عملية الطرح ده ناقص ده كله يعني اكس اشاراته كله يبقى نون ناقص ريه وير من الارقام ورا زائد اتنين فطبعا دي هتروح مع ده وبعدين ده هوصله لله هناك لانه اكبر منه طلع واطرح واحد يبقى ده هينزل زي ما هو وهو وهنا هرمي واطرح واحد دي واحد هرمي بره واطرح واحد تبقى عاملة جدا فده برضو هيروح مع ده وبعدين نودي ده هناك يبقى نون ناقص ريه معصات يعني اكبر من الواحد يعني نون اكبر من ريه زائد واحد ناقص اتنين يعني ريه ناقص واحد يعني الاجابة بتاعتنا رقم كامي قد رقم الفيه اقتراح تاني للحل بص انا دلوقتي يا سيدة العزيز ممكن اعمل ايه ممكن كنت ارجعها تبديل توفيق ليه لان التوافيق فيها خاصية نسبة ازاي يعني يا عزيز انت سحر يا عم انا سحر على حاجة دي انا اقدر افكها استنى ان صغر بس الفونت شوية انا اقدر افكها ليه نون زائد واحد قاف ريه تبديل او مضروب ريه وهنا نون زائد واحد قاف ريه مقص واحد التبديل بتتفك للتوافيق في مضروب الدليل اهو ثم اروح مودي دي اقسمها هناك تحت اختها فعملتها نسبة بص ودي هواديها تحت اختها هناك برده دي تتفك بقانون نسبة التوافيق تبقى العلم مقص ريه الكبيرة زائد واحد على ريه الكبيرة ودي هرمي الره واطرح واحد فدي تطير يبقى واحد على ريه وره تروح وبعدين يتبقى ان نون اكبر من واحد زائد ريه ودول يروحوا بسلب اتنين تبقى ريه نقص واحد شجال تعال روح للبعض استعنا بقى نصغر عشان نتبقى واقش نرجع الفنت تاني لا كان كده لا ايوا بس هنا استاذي بيقول لحضرتك اذا كان واحد وامجة وامجة تربيع هي الجزور التكابيل واحد الصحيح عارفية فان ده بيسوي كان طيب تعالى نمسك اللي جوه ده ما تتخضش ان فيه الف عادي يعني المقدار المطلوب هسمينيه مثلا من خواص الامجة ان الامجة بتطلع فوق بامجة تربيع والعكس صحيح ودي الف هتنزل زي ما هي ودي الف اومجة وس سبعة طب ما الامجة بتتكرر كل تلت مرات هل القص ده بيقبل على التلاتة لا طب ما انا ممكن اعمله ستة زائد واحد يبا هي اومجة وس ستة زائد واحد تدي اومجة يعني دي كده اومجة والسبعة باومجة وعندنا خاصية شائية جدا بتقول الف اومجة زائد الف اوميجة تربيع بسالب الف ومش شرط الاف يعني رقم في اومجة زائد الرقم في اومجة تربيع بتالب الرقم يبقى دول هيتم جمعوهم بسالب الف يبقى دول كده تشالوا تحط سالب الف ناقص الف يبقى سالب اتنين الف القص الزوجي السالب مع القص الزوجي موجب القص يتوزع في الضرب اتنين قص سربعة ستاشر الف قص سربعة يبقى الاجابة عندنا رقم بيه بس يا عمي عندك السؤال الثامن عشر بيقولي المحدد ده قيمته بتساويه كان ماشي فانت هتعمل ايه هتبص كده تلاقي فيه كان جاو ممكن تجيب قيمته على فكرة بالفك طالما السؤال اختر بس احنا نجيبها بدون فك بكاس ادي الواحد ده ممكن استخدمه في ان انا صفر بيه اللي تحتيه دول او اللي جنبيه دول لأ هنا في دول احسن اضرب في سالب واحد وجمع واخد نسخة بص باخد نسخة باخد نسخة من العملية بص ده في سالب واحد وجمع المحدد هيبقى شكله كده بعد العملية دي ده في سالب واحد وجمع هنا العمود الاول زي ما هو ساهم راحل التاني بانا بغارف التاني سالب واحد وجمع هنا صفر سالب واحد وجمع هنا تديك سين سالب واحد وجمع هنا صفر ثم اضرب في سالب واحد وجمع هناك برضو فواحد في سالب واحد وجمع صفر وده في سالب واحد وجمع صفر وده في سالب واحد وجمع هنا يبقى صوت اصبح المحدد على الصورة المسلسية فقمت حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي يعني سين فصاد وبرك الله فيما رزق يا الاجاباجي بعد كده ننتقل للأسئلة المقالية بص يا ولدي أول سؤال بيقول لي هات طول العمود المرسوم من النقطة دي على الخط ده بعض نقطة عمودي عن مستقيم بيتجاب إزاي إما أنه نمسك النقطة جيب مسقطها على المستقيم اللي هو النقطة اللي بيتقطع فيها العمود اللي نازل من به على المستقيم مع المستقيم اللي أجيب المسقط أنت عارفه أجيب مسقط به على المستقيم وأجيب البعد ما باله بس ده طويل اشتغل اسهل بالقانون ان احنا عندنا قانون بيقول ان بعد نقطة عن مستقيم بيسوي معيار الف به في هي على معيار ال هي حيث الف ده القانون كان شكله كده بصفة عامة كانت الف دي تمثل النقطة اللي احنا عايزين بعدها وبه دي تمثل اي نقطة على المستقيم هو هنا غار المسميات يعني الف بقى اسمها به دلوقتي مش دي اللي انا عايز بعدها ونقطة على المستقيم هسميها جيم مثلا اي نقطة على المستقيم يبقى انا عشان اطبع القانون ده محتاج نقطة النقطة اللي انا عايز بعدها عندي هي ومحتاج جيم اللي هي تمثل اي نقطة على المستقيم على فكرة بس انا هاخد دي اسهل لي وعلى فكرة ممكن احط الكاف في اي حاجة واجيب جيم على انها نقطة تانية ما كل قيمة الكاف بتجيب لك نقطة حط كاف بواحد هتجيب نقطة على المستقيم اعتبرها جيم برحتك اي نقطة بس اسهل لنا دي ومتجه اتجاه المستقيمة حلو حلو هنروح نجيب به جيم فا به جيم ضرب اتجاه هيه هيتعمل بالمحدد سين صاد عين به جيم هو جيم نقص به يعني صفر صفر خمس وهيه متجه اتنين اتنين واحد الغي عمود وصف السين واضرب يديك سالب عشر ويلغي عمود وصف واضرب يديك سالب عشر بس هنغير عشر ويلغي العين واضرب يطلع لك صفر طبق القانون يبقى لان بيه ساوي معيار به جيم فيه هات معياره هيبقى جزر ده تربيع زي ده تربيع زي ده تربيع يطلع عشر جزر اتنين على معيار الهيه معيار الهيه هو الهيه هو جزر ده تربيع زي ده تربيع زي ده تربيع يطلع تلات فيبقى اللي جاب عشر جزر اتنين على الثلاثة واحدة الطول شكرا بس جاء السؤال العشرين بيقول لي اذا كانت سين نقص تسعة او تساوي سالب تسعة احد جزور المعدلة دي بتساوي صفحة هات الجزرين الاخرين يعني بيقولك لما نحل المعدلة دي هيطلع تلات حرور في حل منهم هو سين بسالب تسعة بناء على المعلومة دي هاتل حلين التانية طيب سيبك من اي حاجة احنا قابلنا محدد هنجيب قيمة هذا المحدد يا بالفك يا بدون الفك براحتك والله انا شايف هنا الفك في اللذيه علي لانو ماكبرنيش على حاجة فالفك هقول موجب سالب موجب موجب سبعة في الگع موض وصف السبع يديك دف دا سبعة سين نقص ستة بعدienen هنقول نقص ستة في الگع موض وصف الستة واضرب يديك اربعتاشر نقص اتنين سين زاقت سين في الغع موض وصف السين واضرب يديك ستة نقص سين تربيع كل ده بيساوي صفر دي قيمة المحقب بسطها هنا يبقى تسعة واربعين سين نقص اتنين واربعين ودي ستة فاربعتاشر دي بكام على الآلم زائد اتناشر سين زائد ستة سين نقص سين تكعيد بعدين يا فندم اجمع تسعة واربعين سين وتمنتاشر يعني سبعة وستين سين نقص اتنين واربعين نقص اربعة وتمانين نقص سين تكعيد يساوي صفر ودول لما يتجمعوا هيبقى مية ستة وعشرين ودي كله بقى عكس الاشارة يبقى سين تكعيد نقص سبعة وستين سين زائد مية ستة وعشرين بصفر وحل المعادلة على الآلة يعني انا حلها على الآلة مش عارف يعني هو عايز ايه سين بسبب تسعة وسبعة واثنين يعني الجزين الاخرين هما سين بسبعة وسين باثنين طبعا عارف انك بتسأل افرد يا استاذ عايزين نجيب قيمة المحدد ده بدون فك لو اكبرنا يعني طب تعال نشوف تعال نشوف ممكن نعمل ايه مع ده ممكن مسلا مسلا نضرب العمود ده في سالب واحد ونجمع هنا عشان نصفر الاتنين دي فيبقى الشكلك الاتي سبعة اتنين سين وهنا ستة سين تلاتة ودي في سالب واحد ونجمع تبقى سين نقص سبعة ودي في سالب واحد ونجمع صفر ودي في سالب واحد ونجمع سبعة مقص سين ثم بعد الحركة دي ناخد من العمود التالت سين نقص سبعة عامل مشترك يبقى سين نقص سبعة برهو عناصر العمود الاول هتنزل زي ما هي والتاني زي ما هي وهقسم دول على ده فهيديني هدي بره دي واحد صفر وده على ده بسالب واحد بعدين يا فندم ممكن اجمع الصف ده مع ده عشر صفر الواحد ده يبقى صفر واخد نسخ تسعة وهنا اجمع سبعة زي تسين تمام وحرف ال ال اللي انا علمتلك في فيديو المنخص حرفين ال ال يبقى دول صفرين وتعالى من هنا بقى فك على طول هتبقى سهل بس خلاص هنا بقى اللي بقى ده كده خلصنا النموذج الابدان يا رجالة الحمد لله نروح للنموذج التاني يا رجالة النموذج التاني السؤال الاول بديني الف وبيقولي هات ردبة الف مدور بص يا حبيبي عشان اجيب ردبة الف مدور ممكن اجيب الف مدور نفسها اللي هو ابدل العمود الاول صف اول والعمود التاني يبقى صف تاني والعمود التالت صف تالت كده انا جبت المدور واجب لها الرد لكن اصلا انا عندي قاعدة او خاصية بتقول ان ردبة الف مدور هي هي ردبة الف فمش مستهلة جيب المدور اصلي. يعني لما جيب ردبة الف هي هي ردبة الف مدور. يلا هات ردبة الف. ردبة الف يا فنم نجيبها ازاي? الف تلاتة في تلاتة. يبقى ردبتها يا واحد يا اتنين يا تلاتة. اجيب لها قيمة المحدد الاصلي. محدد الف هيساوي. ادي واحد واحد حط المصفوف وبين عصيتين. ماشي. بعدين يا فندم هات قمتوا بالفك او بدون فك والله هنا بالفك سهل. باستخدام عناصر الصف التاني عشان فيها صفر فهيسهل علي هيصرع عملية الفك. يبقى هنا سالب سالب واحد موجب واحد فيه. الغي العمود والصف يديك واحد زائد ستة سبع صفر فاي حاجة بصفر الكرف. نقص اتنين فيه. الغي العمود والصف يديك سالب اتنين نقص اتنين سالب اربعة. فالنتج يطلع خمستاشر. هل ده ساوي صفر? لأ. يبقى اذا الف ردتها تلاتة. في مشكلة? الفاينال عندك تمام يا رضي انت? اه. تمام. ماشي. بعدين يا استاذي. بيقول لي في المفكوك ده. ماشي? خلي بالك ان سين تكعيب ده كده في تنى الحدود. كلهم مضربين في سين تكعيب عشان بس تبعال. فهو انت بيجيب الحد العام ما تنساش تدرب في سين تكعيب. قال لك يا سيدي ما قال لكش سين تنازل واتساقدي فانتو شغال زي ما انت. يكون معامل الحد المجتمل على سين قصة اربعة هو مين? عشان نجيب ده لازم نجيب الحد العام ونسنجف ونبسط. الحد العام هيبقى. اوعا تنسى تنزل سين تكعيب في الحد العام بتاعدها هيبقى سبعة قفر في الاولاني واحد قص الفرق بواحد في التاني سين قص اللي تحت ريه. ماشي? فنبسطه يبقى الحد العام في ابسط صورة هو سبعة قاف ريه في سين قص ريه زي التلاتة جمعنا قصص السين. ثم نساوي القص ده بتاع سين في الحد العام بالقص المطلوب. يبقى ريه زي التلاتة باربعة. كده انا هجيب مكان الحد اللي القص بتاع سين بتاعه فيه اربعة. اللي هو المجتمع سين قصة اربعة. يبقى ريه تطلع بواحد. اذا معامل سين قصة اربعة ده المطلوب. شو عايز معامل سين قصة اربعة? هو نفسه معامل الحد كان بقى التاني. التاني رهب واحد يبقى الحد التاني. اجيبه ازاي? اروح في الحد العام اعوض عن رهب واحد يبقى سبعة قاف واحد. ولانك عايز معامل مش تدرب في سين يبقى الاجابة هي رقم جيم. تالت سؤال. بيقول لي ازا كان نون واحد ونون اتنين هما مركزي كراتين ما لهم? بص بص هنا هم الكراتين بص. متمستين من الخارج. ستلنا بس مش عاد بالجملة دي كده. كراتين تمسوا من الخارج يبقى البعد ما بين المركزين بتاعهم يساوي مجموع انصاف اكتر الكراتين. ده اللي استفدتم من تمسوا من الخارج. وقطرة هما متساويا في الطول. طب لو الاكتر متساوية يبقى انصاف الاكتر متساوية. يعني نق واحد يساوي نق اتنين. فهو عايز معدد الكرة التانية. الكرة التانية عندي مركزها فاضلي نص قطرة. يعني انا عايز نق اتنين. فنق واحد دي عشان لو احط نق اتنين يبقى عندي معادلة بتقول ان اتنين نق اتنين بيساوي البعد ما بين المركزين. يعني نق اتنين بيساوي نص البعد ما بين المركزين يبقى نق اتنين ده اللي هو نص قطر الكرة التانية بيساوي نص هات البعد ما بين المركزين جزر فرق السينات اربعة ونربع بقانون البعد اربعة اتنين ونربع اربعة فرق الصدات ونربع ستة وتلاتين فرق العينات اتنين ونربع اربعة فيبقى جزر اربعة واربعين هتطلع في الاخر على القلة دي بجزر حضورش ده نق اتنين يبقى الكرة التانية معادلتها مركزها هو ونص قطره لما معدتها سين مقصين مركز ونربع زائد صاد مقصاد المركز ونربع زائد عين مقص عين المركز ونربع دي ساوي نقم اتربع اللي هي احداشر وهي دي المعادلة المطلوبة اللي هي الاجابة رقم جين نروح للبعض بيقول لك يا فندم الساعة الاساسية للعدد عين هي كذا يبقى انا كده مديك ساعة عين بتساوي بايع الست ومقياسه واحد يعني مقياس عين بيساوي واحد هو في حاجة فيه جمال كده في الدنيا مديني مقياس العدد وساعته فبيقول لك عايز العدد بالصورة الجبرية عادي جدا هجيب العدد باي صورة معايا مقياسه ساعة ده هجيبه قصية ومسلسية بس من عشان احاول جبرية المسلسية اسرع هجيبها لك بتات صور للمراجعة بالصورة القصية هيبقى مقياسه واحد فيه قص الساعة في تيه اللي هي باي عالستة تيه والمقياس واحد ما تكتبش بالصورة المسلسية هيبقى مقياسه واحد في جتة الساعة اللي هي باي عالستة ممكن اكتبها باي عالستة ممكن اكتبها تلاتين لكن في القصية كان لازم تبقى باي عشان لازم دائري زي تيه جتة تلاتين بالصورة الجبرية فك المسلسية فك دي تبقى جزر تلاتة على اثنين. احسبها زاد فك دي او حسب دي نصته. يبقى اللي جابه هي جزر تلاتة على الاثنين زاد النصته. اصلا بقى السؤال ده كان مکن يتحل من نظر. ليه? ده سيعة و تلاتين فهو فالربع الاول. فالربع الاول السين مجبة والصد مجبة فكنت على طول هو ده. لان بقى اللي اختيارات آآ سين سالسة لبى صد مجبة ربع تاني آآ سين سالسة لبى ربع ثالث سين مجبة صد سالبى ربع ربع فكان بالحب. صح? بقى كيه بيقول لي معادلة خط تقاطع المستوين دول ادي خط ادي المستوين هم بصورة جابريل عايز معادلة خط التقاطع بص 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 عايز معادلة مين خط تقاطع المستوين لسه معدين عنه من شوية خط تقاطع المستوين ده هو ايه هو خط متجه اتجاهه بيساوي الضرب الاتجاهي لنون واحد في نون اتنين يعني هيساوي محدد سين صدعين نون واحد اللي هو معاملات سين وصدعين من معدد المستوى الاول تلات وحاين نون اتنين باتنين وتلاتة واربعة بالمثل معاملات سين وصدعين الغي واضرب السين يديك واحد الغي الصد واضرب يديك اتنين وغير سلب اتنين الغي العين واضرب يديك تلاتة نقص اتنين واحد ثم في حاجة بقى انا عايز اقول لك عليها. يعني في المثال معدد خط التقطع المقالي لو السؤال ده مقالا هعمل كده. انا جبت متجه اتجاهه فضلي نقطة عليه. عشان اجيب نقطة عليه قولنا بنروح نحط اي حد اي متجير اي حد فيهم سين او صاد او عين باي قيمة واحل المعددين. فنحط مسلا سين بصفر. يبقى انا كده راح اجيب نقطة على خط التقطع احدسيها السيني صفر. وهنا صاد زائد عين بستة. يبقى لي صاد زائد عين بستة وهنا يبقى لي تلاتة صاد زائد اربعة عين بخمسة بسالب خمسة. ثم نحل دول سوا فبنجيب الاحلاسي الصادي والعيني للنقطة تاني. فللنقطة يعني. فنحل نحل معلش. مثلا نضرب المعادلة الاولى في سالب تلاتة والنجمع. فالصاد هتروح. ودي تبقى عين ودي تبقى تبقى العين بتساوي سالب تمنتاشر نقص خمسة سالب تلاتة وعشرين. ده الاحداسي العيني بتاع النقطة. وانا عوض فوق عن عين بسالب تلاتة وعشرين. تطلع الصاد بتساوي ستة زائد تلاتة وعشرين تسعة وعشرين. صد والله انت ولا تحلالي يا اخي. ده النقطة اللي انا اخترتها طلقتها كمان مختارها. طب خلينا نكمل السؤال على انه مقال. هو عايز معدد الخط طبعا هيجي في المقال يقول لي بالصورة الاحداسية اللي هي التالتة. فتبقى سين بتساوي صاد مقصات النقطة اللي هي تسعة وعشرين على صاد الهين. بتساوي عين مقص عين النقطة على عين الهين. بس ها دي معدده. ليه الاختيار رقم جين. هو بس كاتب فوق يعني هنا خد السالب من تحت ضربه فوق. هي بقى اللقطة فين? اللقطة ان انا كده سبحان الله بالحب يعني جات معايا جات معايا الاختيار. هي الفكرة ان انا ممكن اختار نقطة غير اللي هو اختارها معه الخط عليه على دلان نهائي. انا اخترت نقطة بان انا حطيت سين بصف هو اختار نقطة ان هو حط صب واحد مثلا. او سين بسالب خمس. او عين باثنين. فالفكرة السئلة بتاعت خط التقاطع الاختياري تعمل ايه? تروح واخد المستقيم الاول ده. يعني انا لو جالي السؤال تاني اختر زي كده اروح واخد نقطة من المستقيم الاول ما عاوب بيها في المستوى ده وده. حققت اخد نقطة تانية. اروح واخد نقطة تانية من المستقيم ده عاوب بيها هنا وهنا. حقققت يبه هو ده المستقيم. يبقى تاخد نقطتين من المستقيمات اللي في الاختيارات. تتأكد انهم بيحققوا المستويين. خلاص? بس هنا بقى. بيقول لي اذا كان المحدد ده مركز ان هو على الصورة المسلسية. اه. فده قابلت محدد همسك ده جيب قيمته على طول بدون الفك باستخدام خاصية الصورة المسلسية فهيبقى حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي. شكرا. التاني. التاني عايز اجيب قيمته يا بفك يا بدون فك براحتك. بس انا شايف ان هنا بدون فك اسهل. ليه بص? شايف ده? زي ده. وده? زي ده. فسهل قوي ان انا اعمل كده. اضرب في سالب واحد الصف الاول في سالب واحد واجمع مع التالت بص? واخد نسخة. واخد نسخة. فدي لما تتضرب في سالب واحد واجمع صفر. في سالب واحد واجمع صفر. ودي في سالب واحد واجمع سالب اربعة. فاللي انا عملته ده خلن محدد على الصورة مسلسية فقمت حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي اربعة في سلب ثلاثة في سلب اربعة يعني تمانية واربعين فيبقى سين تربيع بستاشر يعني سين بموجب او سالب اربعة والموضوع خلص اللي هي عندي هتبقى هو ايه لسين بموجب وسالب كم تبقى بموجب وسالب اربعة اللي هي دي اجابة الف بقى سؤال سبع بيقول لي في هذا المفقوق حسب قوة سين التنازل ايه فسين لازم تبقى في الخانة الاولى هي في الخانة الاولى يبقى حدف السليم طب والتانية لقى بسين والسالب واحد اذا كان الحد السابع هو الحد الخالي من سين يعني بيقول لك ايه السؤال بيقول لك ان ها سبعة خاليا من سين ما بقلش بقى ما قالش معادلة ده ما بيقول لكش ان ده بيسوي ده ده بيقول لك هو نفسه الحد الخالي من سين قصلا فبالتالي ما هعمل ايه هروح اجيب ها سبعة وبسطه هسنجفه حصبع بعينه هيبقى القص نون قف ايه ستة في الاولاني سين تكعيب قص الفرق في التاني خمسة على سين قص اللي تحت يعني خمسة سين قص سلب واحد قص ستة واضع بسط في امه يبقى حصبع خلي السين واحد يبقى نون قف ستة في سين قص تلاتة تضرب القصة تضرب هنا يبقى تلاتة نون قص تمنتاشر في خمسة قص ستة في سين قص صالب واحد قص ستة يعني سين قص صالب ستة ثم نجمع قصص السين مع بعض يبقى حصبعة في ابسط صورة هو نون قف ستة في خمسة قص ستة في سين قص لما نجمع القصص تلاتة نون قص أربعة وعشرين كده الحد السابق ببسط على الافت انا بقولك ان الحد السابع خليام من سين يعني ما فيهوش سين يعني القص بتاع سين بتاعته بصفر يبقى هسوي القص بتاعته بالصفر مش جهوني لان هو اللي قال لي انه خالي منسيم يبنون بتمانية وبرك الله فيما رزق ممكن اعمل حاجة تانية ممكن امشي العكس ان انا جيب لحد الخالي منسيم نفسه واعمله هو الحد السابع ازاي؟ يعني اروح اجيب لحد العام الحد العام بيسوي اللي هو سنجف يعني الحد العام منقفر اللي هو الشغل بتاع ان انا جيب لحد العام نفسه وسوي القص بتاعه بصفر والكلام العميد ده في سين والسلطة والسنون ماصري هنعملها اصرع شوية والقص اتضربت في بعض بقيت عاملة كده في خمسة قص ره في سين قص صلب واحد قص ره تبقى عاملة كده ونجمع القصص تبقى هنا اربع ره ثم نساوي القص ده بالصفر شوف انا بجيب مين الحد الخاني من سين واجيب الره مش النون لان انا عايز مكانه يبقى الرهب الساوي ثلاثة على اربع نون ولان الحد دي الرهب تاعت الخاني من سين صح؟ الحد الخاني من سين وحا سبعة يبقى عنده الرهب ستة يبقى دي فيها الواحد فيها الاتنين يبقى النون بتساوي اتنين فاربعة تمانية بس الحل الاولى دي بيوجد نظري اسهل يعني السؤال الثامن بيقول لي اذا كان المستويان دول متوازين مستويين توازن يبقى النونين توازن بس خلاص هجيب نون الاولاني نون الاولاني بالتنين والواحد ومين ونون التاني نون التاني كاف واحد وستة النونين متوازين يبقى سينة على سين كاف على الاتنين بيساوي صاد على صاد واحد بيساوي عين على عين ستة على مين من هنا اقدر اقول ان كاف على الاتنين بواحد يعني كاف باتنين وستة على ميم بواحد يبقى ميم بستة يبقى ضربهم في بعض بكام باثناشر وانت لو سريع وصائع كنت تساوي دي على دي دي بدي على طول ويبقى مقصات كاف في ميم بتساوي ستة في اتناشر فكت جبت المطلوب على بعضه باثناشر بسرعة بس ده اسرع يعني يبقى عندنا الاجابة هي رقم ده السؤال التاسع بيقولك عايزين مجموعة حل المعادلة اللي قدامك دي بقى هل قال بسط دي كنا بنسميها مصفوفة المعاملات الف تمام دي الف ودي كنا بنسميها مصفوفة المجاهيل سين يبقى انت ضرب الف في سين بيساوي مصفوفة النواتج بيه دي بيه فممكن نحلها بالمعكوسة ضربة ان السين تساوي ألف قص سالب واحد في بيه خلينا نهري في السؤال ده ألف قص سالب واحد في بيه فيبقى سين هتساوي ألف قص سالب واحد هو واحد على محدد ألف في ألف ملحقة في بيه بيه عندي محدد ألف ألف هاي هتلاقي قيمة المحدد بالفك باستخدام عناصر الصف الأول الغي وضرب يديك واحد في واحد بواحد زائد اتنين فيه الغي وضرب سالب واحد يبقى سالب اتنين يعني المحدد بسالب واحد يبقى واحد على سالب واحد بسالب واحد ألف ملحقة عشان أجيبها خلي بالك أنا بعمل لسه الحل الأصعب هجيب مرافقات ألف ودورها بنجيب المرافقات إزاي موجب سالب موجب قاعدة الإشارات سالب موجب سالب موجب سالب موجب ونمسك الواحد نلغي عمود وصف ونضرب يديني واحد ونحط هنا دي كده بنجيب المرافقات وبعد كده هندورها هنجيب الملحقة إلغي عمود وصف الصف وضرب يديك واحد وحط هنا الارد ارد 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 ا عمود وصف الواحد ده يديك سلب واحد ورمي هنا واحد عمود وصف الصفر الاخير يديك واحد يبقى المنحقة هي مدور ده يعني هقلب العمود الاول صف اول انا بستغل السؤال في المراجعة والعمود التاني صف تاني والعمود التالت صف تادي وبعدين كل ده هاضربه في بيه اللي هي خمسة واحد سبعة ممكن اضرب السلب في كل العناصر بتاعته المصفوفة الاولى في اي واحدة يا في كل دول يا في كل دول كده كده في اي حد يعني هاضربه هنا في كل العناصر. وممكن اسيبه بعد ما اضرب اضربه يعني. تمام يا ليس? يلا بنضرب مصففات ازاي? الصف ده في العمود ده. يلا اخويا سلب خمسة ناقص اتنين سلب سبعة زي اضرب بعتاشر سبعة. لأ سلب اه صحا. بعدين اضرب الصف ده في العمود ده. يبقى خمسة زائد اتنين سبعة ناقص سبعة صفر. بعدين امسك الصف ده. اضربه في العمود ده يبقى خمسة زائد واحد ستة ناقص سبعة سلب واحد. هو ده الحل سبعة صفر سلب واحد. اللي هي الاجابة به. انت بقى ممكن تعمل ايه بقى من البداية? انا كده هاريت ورجعت. من البداية عامل ايه بقى? بص يا اخوة. اولا اولا انا ممكن احول المعادلات دي بان انا اضرب الصف ده في العمود ده. احولها بقى معادلات. يبقى به زائد صفر جيم زائد اتنين دال. بيساوي العنصر ده خمسة. ادي واحد. كده بحولها من مصففات لمعادلات. تمام? بعدين عندك جيم نقص دال بضرب الصف التاني في العمود بيساوي واحد. وبعدين به زائد جيم بيساوي سبعة. وارمي المعادلات دي على الالة اوحلهم بايدي هتطلع للحل بس. عشرة بيقولك عايزين قياس الزاوية بين هذان المستوين. المستوى الاول معادلاته مدهالي بالصورة المتجهة والتاني برضو بالمتجهة. فانا محتاجي زاوية بين مستويين هي الزاوية ما بين النونين. قانونها على جنبه هو جاتا سيتا. بتساوي من قياس ضربوهم القياسي اللي هو نون واحد ونون اتنين. على معيار الاول. في معيار التاني. فهنا عايزين نونين بس. نون واحد هو. خلاص يعني. انا مش محتاجة اكتبه حد. هو المضروب قياسي مع رهم الصورة المتجهة. نون اتنين هو. المضروب قياسي مع رهم الصورة المتجهة. طبق القانون. يبقى جاتا سيتا بتساوي. من قياس. اضرب النون قياسي مع النون التاني. تلاتة زائد ربعة سبعة زائد اتنين تسعة. على معيار الاول هيبقى جزر احداشر. في معيار ده جزر واحد زائد ستاشر سبعتاشر جزر واحد وعشرين. طبعا لما تعمل دي على الالة هتبديك تسع على جزر كام? متين واحد تراتين. يبقى سيتا بتساوي شفت كوزاين الرقم ده. هو عايزة كده مش عايز يجيبها بتساوي ايه كرقم يعني. وبارك الله فيه ما ازبق. تفتح التكييف. اللي هي الاجابة عندي رقم انا. سؤال 11 رجالة. بيقول لك نون زائد اتنين قاف نون زائد اتنين. زائد نون زائد ستة قاف نون زائد خمسة بيساوي كاف قاف نون زائد ستة فان كاف نقص نون مجام. ده سؤال شكله حلو. بص. اه اه التوافيق نون زائد اتنين قاف نون زائد اتنين. التوافيق دي بواحد بدون هاري يعني. يعني دي كده بواحد. زائد نون زائد ستة قاف نون زائد خبز. ولو عايز تثبت ان دي بواحد فكها بالمضاري. تبقى مضروب العرب. على مضروب الدليل. مضروب الفرق ما بينهم هو مضروب صفر اللي هو واحد فدي بواحد. بس. فبالتالي دي بواحد. قال لك ان واحد زائد دي بتساوي كاف قاف نون زائد ستة. فكاف بكها. شؤال خبيس اوى على فكرة. هو هنا عايز يعمل ايه? هو عايزك تحط دي. على الشكل ده. تعرف? تعرف انك تخلي اه دي بستة او نون زائد ستة. امتى التوفقتين يجمع بتوفيقة واحدة الدليل بتاعها شكله كده? لو كانت دي شكلها كده. هو انا ما اقدرش اعتبر دي عاملة كده. اقدر. اقدر. لان دي برضو بواحد. فلما عملتها كده ده سهل علي ايه? سهل علي ان نفس العلم والدليل الفرق واحد فهزود على العلم واحد قاف رهي كبيرة اللي هي نون زائد ستة. فحطيت دول على الشكل اللي هو عايزه. يبقى منها كف كام بنون زائد سبع سوال حلوة اوي اوي اوي. يبقى كاف نقص نون بسبع الليل المطلوبة دي. يبقى الاجابة بتاعتي رقم ما. بعد كده سؤال اتناشر. بيقول لي عايز على الطرق اختيار تلت اشخاص. عايز اختار تلت بنادمين. البنادمين دول هختارهم ازاي? هختارهم من خمس رجالة واربع ستات. بحيس يكون اتنين منهم من نفس الجنس. يعني رجلين او اتنين ستات او ايا كان. طيب تعال نشوف القيوب او نشوف الاحتمالات واحنا بنكون اللجنة. اما النمو. هختار التلت اشخاص دول بحيس ان هو يبقى رجل. هختار رجل واحد من اصل خمس رجالة. واتنين سيدة من اصل اربعة. طب ده احتمال. كده اخترت ثلاث اشخاص فيهم اتنين من نفس الجنس. يعني احتمال. او اختار رجلين من اصل خمس. وسيدة من اصل اربعة. واحد يجي يقول لك او نختار تلت رجالة ما ينفعش. قال لك ما هو اتنين منهم على اقل من نفس الجنس وهكاس تلت ستات ما ينفعش فيها دي الاحتمالات بتاعتي. يلا امسك دي. النونة هي خمسة. ورها هي. شوف بقى تعملها توافيق ولا تبديل ولا قص ولا ايه الا اربح حاجات بتوعها. والله يا استاذي انت بتختار راجل من خمس رجالة? هل هتقرر الراجل? لا. هل هيفر معاك الترتيب وانت بتختار قلت احمد او زيد او عباق? لا. يبقى ايزا دي توفيق خمسة قاف واحد. يبقى دي كده هتترجم الى خمسة قاف واحد. وتبقى فيه. دي هختار اتنين سيدة النونة هي والرها هي. هلو انا بختار الستات هينفع قرار واحدة منهم? لا. هلو انا بندها يا زبيدة يا عبيدة? لا. وبالتالي الترتيب ما يفرش والتكرم مش ممكن? تبقى توفي اربعة قاف اتنين. او زائد. اتنين من اصل خمسة. خلاص هتبقى خمسة قاف اتنين انت بقى ايه? هرشت? مش اقعد اهري. في اللي هي واحدة من اصل اربعة يعني اربعة قاف واحد. يبقى هي الاجابة عندي رقم دل. اه رقم دل. سوك هتبقى بترتيب مختلف من شكتر. هنا بيقول ليه? اذا كان هذا المستقيم. بديني مستقيم بالصورة الاحلاسية. عمودي على المستقيم ده. ماشي? فان تلاتة كاف زائد اتنين مين بكام? هل لازم اجيب كافه مين? ولا ممكن اجيب على بعضها? على بعضها. طيب. مستقيمين تعمده? يبقى الهيه والهيه تعمده. هجيب الهيه الاولاني. المقام على معامل سي. والمقام على معامل سا. والمقام على معامل عين. والهيه التاني. مقام على معامل سي. مقام على معامل سا. مقام على معامل عين. ولان الهيهين المستقيمين متعمدين يبقى الهيهين متعمدين. يبقى الهيه والهيه ضربوهم القياسي بصفر. يبقى سالب اتنين ضربوهم القياسي بقى حل المعادلة زائد تلاتة كاف زائد اتنين مين بصفر يبقى المطلوب بيساوي اتنين خلاص يبقى الاجابة بتاعتي هي اتنين السؤال الرقم اربعتاش بيقولك في المفكوك ده حسب قوة سين التنازلية سين في الخامة الاولى وحرقنا فيها كتير فاحنا في السليم عايز مجموع معامل اي الحدين الاوسطين يعني عايز يجيب معامل الحد الاوسط الاولاني زائد معامل الحد الاوسط الثاني ويشوف ده بيساوي كان طب هم مين الحدين الاوسطين بجيبهم ازاي الاولاني بيبقى رتبته القص زائد واحد على الاتنين تلاتاشر زائد واحد على الاتنين يعني سبعة والتاني تلاتاشر زائد تلاتة على الاتنين تمانية او اللي بيالين عايز يجيب مجموعة دول هاتلي ده بالحد العام هيبقى تلاتاشر قاف ستة فيه عشان بتجيب معامل تقول في معامل الاول واحد قص الفرق في معامل التاني برضو واحد قص اللي تحت بواحد يبقى ده كده هو معامل ده. معامل حا تمانية هيبقى تلاتتاشر قف سبعة في معامل الاول قص الفرق والتاني قص تحت بواحد. توفقتين نفس العالم والدليل الفرق واحد زود على الفوق واحد قف ريه الكبيرة. يبقى الاجابة هي اربعتاشر قف سبعة سؤال خمس شر الجالة بيقول لي اوميجا ناقص اوميجا تربيع في اوميجا تربيع ناقص اوميجا بكامل. ماشي? بص احنا عارفين ان اوميجا ناقص اوميجا تربيع بيساوي موجب او سالب جزر تلاتتهم واميجا تربيع ناقص اوميجا بتساوي كده. الفكرة لو جم مع بعض في نفس السؤال بمعلى. انا هنا موجب او اوميجا ناقص اوميجا تربيع دي هاعتبرها جزر تلاتتهم هو بيقول لي موجب او سالب عادي حال. تبقى دي لو اعتبرت ان دي جزر تلاتتهم تبقى ديه سالب جزر تلاتة ته. عشان مع بعض في نفس السؤال خلي بالك. يبقى ده يديني سالب تلاتة ته تربيع وته تربيع بسالب واحد يبقى الاجابة موجب تلاتة. والسؤال ده من اخبس الاسئلة اللي موجب تابعها في انتحاء. هنا بيقول لي عين واحد وعين اتنين عددين مركبين. الاولان يشكله كده. والتاني يشكله كده. وعايز يجيب اسمة العددين. يا السلام. اولا لو هنحل حل تقليدي اوي. احنا قلنا اي عدد عايزينه نعمل ايه? يعني العدد ده انا عايزه. ايه فيش مقياس وساعته? مقياس هزا العدد. هيساوي مقياس اللي فوق. مقياس بيتوزع في الاسمة على مقياس اللي تحت. حلو. ساعة ده. الساعة في الاسمة توزع طرح تبقى ساعة اللي فوق مع الساعة اللي تحت. فانا هدور على مقياس الاولاني وساعته ومقياس التاني وساعته. نمسك الاولاني. الاولاني يا استاذي. هل هو عصورة القصية? لا. لانه لازم يكون في شكل مقياس ايه? طب ما هي القصص مجموعة انا ممكن اعملها كده. تبقى هيه قص تلاتة. مش اللي هي القصص المجموعة دي بتيجي من ضرب العدد لنفس الاساس. في هيه قص باوي على الاتنين ته. شكرا. يبقى العدد عين واحد كده على الصورة القصية. ده مقياسه ودي ساعته. صح? مقياس في هيه قص اف ته. يبقى عين واحد مقياسه هيه تكعيد. وساعته تسعين. حيب ببقى انا عوضت عنده وعنده. عايز مقياس عين اتنين بالمثل بالمثل. عين اتنين اهو. احنا كنا شغالين بايه. عين اتنين اهو. عايزين مقياس وساعته. هل هو على الصورة السيلة? فعين اتنين. هكتبه كده هيه قص تلاتة في هيه. وزعت القصص برضو. ما هيك انها زائد سالب بايته. سالب بايته. سالب بايته. فازن. عين اتنين ده مقياسه هو. وساعته هيه. سالب تسعين. يبقى هنا هنزل مقياسه. اللي هو هيه قص تلاتة برضو. وتحت ناقص ساعته اللي هي سالب تسعين. دي على ديب واحد. ودي ناقص دي. يعني دي زائد ديب باي. يبقى العدد المطلوب اللي اسمه عين واحد على عين اتنين. هو عدد مركب مقياسه واحد وساعته باي. يعني هو العدد سالب واحد بدون حرب. ما هو ما انا جاي ما عارف. ما انا باهري بس. في حلول اسهل من كده بكتير. اه اول حاجة خالص. ان انا ممكن اعمل ايه? قدي عين واحد على عين اتنين. اروح اقسمهم بادي عادي يعني. اهو هيه قص تلاتة زائد باي على الاتنين ته. وهنا على هيه قص تلاتة مقص باي على الاتنين ته. وفي الاسمة في القصص الاساس واحد هنطراح القصص. تبقى ده ناقص اللي تحت. فالتلاتة تروح. وده ناقص ده يدي باي على الاتنين ته زائد لان يعكس الاشارة باي على الاتنين ته تبقى اهي قص باي ته. وحول ده للصورة المثلثية جاتا باي زائد ته جا باي. وفك دي بسالب واحد وده بصفر يبقى الاجابة سالب واحد وخلص يعني. ده اسهل كتير. لقى الاجابة عندي ده. ما انا قتلك انا بحب اهري. بيقولك في الشكل المقابل ده المتجه باي? عايزين معيار الف 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 عندي. خلاص هروح اجيب به. هتقولي دي نقطة هقولك يا ابني ما هو ده متجه موضع فمركبات وهي احلسية النقطة. بيه عشان اروح لها مش عالسين ستة والصاب تمانية والعين سفر. يبقى كده به ده هو ده به متجه. عايز معيار الف به هجيب الف به متجه. اللي هو به ناس الف تلاتة واربعة وسالب اتناشر. يبقى المتجه الف به معياره. هيساوي جزل ده تربيع زائد ده تربيع زائد ده تربيع يعني تلتاشر على الا وحدة طول. سؤال تمنتاشر بيقولك ازا كان خمستاشر هو الحد الاوسط في المفكوك ده هل المعلومة دي ميت دهلك عشان هو بيحب يهزر يعني? لأ في الطبيعي انه ما بيدنيش ردبة الحد الاوسط انا بجيبها. هو هنا الدهالي اجيبها برضو. يعني ردبة الحد الاوسط اللي هي خمستاشر دي بتتجاب ازاي? القس زائد واحد عل اتنين. هاضرب هناك في اتنين تبقى تلاتين. يبقى نوم بتساوي تلاتين مع سربعة ستة وعشرين يبقى من المعلومة دي. استفدت ان نوم بستة وعشرين يعني القس استنى جهاز ستة وعشرين. اه. يعني القس ده تسعة وعشرين شو فيك جمال? قال لك اه تسعة وعشرين اه. اما الفيه ايه? استنى. حا خمستاشر الردبة خمستاشر يبقى القس زائد واحد. لا زائد اتنين. زائد اتنين لمواغذة. الردبة بتاعت الاوسط القس زائد اتنين عل اتنين. يبقى تلاتين يبقى خمسة وعشرين هنا. يبقى القس ده. تمانية وعشرين. يبقى دي كده تتشال ويتحط مكانها هنا تمانية وعشرين. خلاص? لان نون زائد تلاتة. كمل هو بقى قال لك حسب قوة سيرة التنازلية فاسين في الخانة الاولى? فاحنا في السليم. عايزين معامل حا خستاشر. خلاص سؤال مركب. المعطى الاولين استفدت منه جبت حا خمستاشر. من الحد الاوسط جبت النون جبت القس. عايز معامل الحد الستاشر بيساوي كام لما الف بنقس. طيب الحد الستاشر ولا معامل ده عشان اجيبه هجيبه بالحد العام هيبقى تمانية وعشرين قف خمستاشر. في معامل ده لانه عايز معامل. معامل ده الف قس الفرق تلاتتاشر. في معامل ده سالب واحد خلي بالك سالب واحد على الف قص خمستاشر يعني سالب واحد على الف قص خمستاشر لما نوزع القص يعني في الاخر النتج النهاية هيبقى سالب تمانية سالب تمانية وعشرين قف خمستاشر ما نودي السالب بره ودول ودول هنطرح القصص بتاعتهم تبقى الف قص سالب اتنين وهو ما اديك الالف ونص تاعمل مص قص سالب اتنين يعني اربعة يبقى سلب اربعة في ده. الله مش هتلاها في الاختيارات. طب يضمن انت بص. مش خمسة او خمس شر و تلاتاشر مجموعهم بيسوي تمانية وعشرين لواء العالم. يبقى هي هي يبقى الاجابة دي هي ممكن اكتبها كده او اخلي دي تلاتاشر. يبقى الاجابة هي رقم الف. سؤال المقالي بيقول لك. اوجد صورة هذه النقطة بالانعكاس في هذا المستوى. صورة هذه النقطة بالانعكاس في المستوى ده. طيب تعالى كده اول حاجة. عشان نجيب صورة نقطة بالانعكاس في مستوى. لازم نجيب المسقط الاول. السؤالة هو. ادي الف اين? الف واحد و تلاتة و اربعة. انا هنزل منها عمود على المستوى. النونة هو. ده المتجه العمودي على المستوى اللي هو مركباته اثنين. سلب واحد واحد من معدد المستوى. هنزل منها عمود على المستوى هيقابله في نقطة اسمها به اللي هي المسقط. صح كده? بس انا مش عايز المسقط اصلا انا عايز الصورة بالانعكاس. هي دي الصورة بالانعكاس. بس انا عندي معلومة بتقول ان المسقط ده ينص في القطعة الواصلة بين النقطة وصورتها. فلو جبت المسقط اقدر اجيب الصورة بالانعكاس. اجيب المسقط ازاي? عايز دي. فنروح نجيب معادلة المستقيم ده. يعني معادلة الف فيه. الف فيه ده مستقيم. عشان اجيب معادلته محتاج نقطة عليه. نقطة عليه معلومة اللي هي الف. ومحتاج متجه اتجاهه. طب يا حبيبي ما هو عمودي على المستوى. فبيوازي النون يعني الهي هي النون. يعني اتنين وسلب واحد وواحد. يبقى المستقيم الف فيه معادلته البرامترية عشان هشتغل شغل تقطع فالبرامترية انسب صورة. هي سين النقطة زا اتكاف في سين الهي. والصاد بتساوي صاد النقطة زا اتكاف صاد الهيه. والعين بتساوي اربعة زا اد واحد في كاف. خلي بانك بقى. انت عايز بهبيه دي تمثل ايه? تمثل تقاطع المستقيم مع المستوى اللي هنا ده. فعشان اجيب التقاطع ما بينهم هروح في معادلة المستوى اعوض بالصورة البرامترية للمستقيم كده انا ما جيب تقاطع. يعني اشير السين واحط دي واضرب في اتنين تبقى اتنين زا اربعة كاف. كده راح اجيب التقاطع ما بينهم اللي هو البيه. ناقص صاد يعني ناقص دي زا اد عين يعني زا اربعة زا اد كاف زا اد تلاتة بيساوي صفر. حل اربعة كاف ستة كاف جمعنا الكافات. اتنين واربعة ستة وتلاتة تسع ناقص تلاتة بستة تروح بسالب ستة يبقى الكاف بسالب واحد. يبقى النقطة به احداثيتها اجيبها عن طريق تعويض هنا عن كاف بسالب واحد. تبقى واحد ناقص اتنين سالب واحد واربعة وايه وتلاتة. كلام جميل. بس انا مش عايز بيه انا عايز الصورة بالنعكاس. انا عارف ان بيه. بتمثل الف زا الف شرطة على الاتنين. انا عايز الف شرطة هضرب في اتنين. يبقى الف شرطة بتساوي اتنين في المسقط ناقص الف. نكمل. يعني عشان اجيب الصورة بالنعكاس يا محترم. هضرب المسقط في اتنين. تبقى سالب اتنين وتمانية وستة. ناقص الف اللي هي واحد وتلاتة واربعة. فيبقى الصورة بالنعكاس هي سالب تلاتة وخمسة واثنين. بص رجلتنا عشان النور طبعا قطع. فالنتج النهائي الصورة بالنعكاس طلعت كم? تلاتة. اه. اه بس عشان هو قطع في الحتة دي بس ان شاء الله. خلاص? كده حلنا قول سؤال مقالي. تاني سؤال بيقول لك بدون فك المحدد هات قيمة ده. تعالنا نمسك. بص بقى هو هنا اكبرك. قال لك بدون فك بقى لازم تشتغل بالخواص صورة مسلسية. فتعالنا نمسك المحدد. ادي المحدد اهو. واحد واحد واحد. وهنا واحد اوميجا. لا 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 مش او كده. واحد اوميجا اوميجا تربيع. واحد اوميجا تربيع اوميجا. اولا لو انت صاح اوي 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 اوي. لو جمعت مش الصفوف. مش الصفوف. ولا الاعمدة. لا اما جمع اما جمع اما هتطلع صفرين. ما هتطلع صفرين انا كنت عايز مقدر ثابت ماشي. لو انت جمعت الاعمدة ها جمع الاعمدة جمع الصفوف ولا ايه? لو جمعت الصفوف يعني ده هيديك تلاتة. وده جمعه هيديك واحد زاد اوميجا زاد اوميجا تربيع. وده جمعه هيديك واحد زاد اوميجا زاد اوميجا تربيع. فتكتب له كده بص. هقول لك احنا عملنا كده ليه? هتكتب له انك هتجمع الصف الاول مع التاني مع التالت. لان السؤال مقالي لازم تكتب خطوات. وترمي الناتج في اي صف ولا يكون الاول. فساعتها هيبه شكل المحدد بعد الحركة دي كالاتي. الصف الاول هينزل في نتج الجمع اللي هو تلاتة. واحد زاد اوميجا زاد اوميجا تربيع. واحد زاد اوميجا زاد اوميجا تربيع. وهنا واحد اوميجا اوميجا تربيع. وهنا واحد اوميجا تربيع اوميجا. الحركة دي تسهل عليها ليه? لان دول جمعهم صفر من خواص الاميجا. بالتالي هروح امسح ده كده كده كمان وار رح اطت هنا صفرين حل وقلنا على حركة حرف الạiرة رح اعمل هنا كمان ايه اسفار وبعدين كمان تقدر تاخد اوميجا من الصف التاني مشترك يبقى بره فيه اوميجا ودي واحد ودي اوميجا وتاخد اوميجا تحت من اوميجا برضه يبقى اوميجا تربيع ودي اوميجا ودي واحد ومجد تدعمل حاجة تانية اخد اوميجا تاني بس اوميجا تاني لأ هتباوز الدنيا واروح مسلا ضارب الصف ده في سلب اوميجا وجامع يبقى ده صفر طبعا انت عملت اكتب له العمليات انا بنجز وده في سلب اوميجا وجمع يبقى واحد نقص اوميجا تربيع فالمحدد بعصولة المسلسية فقمت حاصل ضرب عناص القطر الرئيسي يعني اوميجا تربيع برا في تلاتة فده اضرب دي جوه بقى تطلع تلاتة اوميجا تربيع نقص تلاتة اوميجا لان تلاتة اوميجا تربيع فاوميجا تربيع باوميجا قصة اربعة ودي هي اوميجا وناخد التلاتة مشترك يطلع لي اوميجا تربيع نقص اوميجا اللي هي اصلا موجب او سالب جزر تلاتة تيه تبقى عاملة جيدة لجابة صح تماما كده يا استاذي خلصنا الحمد لله الامتحان التالي هنروح بقى للامتحان التالت بس نريع سيكا نروح للموسج التالتة باش مهندس اول سؤال بيقول في المفكوك ده حسب قوة سين التصعودية فسين في الخانة التانية فاحنا في السليم دي مسين دي سين والسابت نين قالك الحد السابع هو الحد الخاني من سين وقف هتروح تجيب لسا مقابلين فكرة هنجيب حواء سبعة ونبسطه هيبقى تلاتة نوم قف ستة في الاولاني ميم سين قص سالب اتنين قص الفرق اللي هو تلاتة نوم نقص ستة في التاني سالب سالب ما تنساش التاني هو سالب ميم قص سالب واحد سين تربيع لكل قص ستة سالب مع قص زوجي موجب وبعدين هابدأ ابسطه حيث اخلي السين واحد يبقى ميم قص ثلاثة نوم نقص ستة سين قص ده تضرب هنا تبقى سين قص تناشة نوم ده قص ستة يعني ميم قص سالب ستة سين قص اتنين قص ستة يعني سين قص تناشة هنجمع قصص ميم تبقى دي لما تتجمع مع دي تدي تلاتة نوم نقص تناشة يبقى دي نقص تناشة ونجمع قص الصين دي معادي تدي سين قص سربعة وعشرين نقص ستة نوم يعني الشكل بقى عامل كده ثم نساوي القص بتاعك اربعة وعشرين نقص ستة نوم بالصفر عشان هو قال لي ان الحد السبع خالي من سين يعني ما فهو السين يعني القص بتاع سين في الحد السابع بصفر ده الحد السابع يبقى نوم لما نحل تطلع باربعة شكرا جبنا نوم بس هو مش عايز نوم هو عايز قيمة هذا الحد ساعتها اروح اقوض بقى عن نوم عشان اجيب الحد السابع عاوض عن نوم بقى باربعة تبقى اتناشر قف ستة في ميم قص عاوض هنا عن نوم باربعة اتناشر نقص اتناشر صفر يبقى ميم راحت وكده كده ده صفر عشان هو خالي من سين يبقى اتناشر قف ستة دي اللي هي تسعمائة اربعة وعشرين الاجابة بي تاني سؤال بيقول لك الكلام ده في ده بيسوي ايه يلا خواصوا الامجا تشتغل هنا واحد اومجا قص خمسة هي اومجا تربيع لانها تلاتة زائر اتنين اومجا تربيع تطلع فوق اومجا كمل تبسيط في القصدة وبعدين نخش شعر تاني واحد زائد اومجا بسالب اومجا تربيع زائر اتنين اومجا تربيع باومجا تربيع سالب اومجا تربيع زائر اتنين اومجا تربيع باومجا تربيع يعني القصدة كله باومجا تربيع بالمثل هناك اومجا قصة اربعة هي اومجا تطلع فوق باومجا تربيع واحد زائر اومجا تربيع سالب اومجا زائر اتنين اومجا باومجا يعني القصدة كله باومجا اومجا تربيع في اومجا باومجا الاجابة بتاعتنا رقم بها. سؤال ثلاثة رجالة سؤال كويس. بيقول لك عددين مركبين ما بيسويش صفر. لهما نفس المقياس. حال قوي. و ساعة الاول زائد ساعة التاني ببوي. خلينا نمسك كده. هو عايز يفهم ايه العلاقة ما بين العددين. المعلومة دي ساعة زائد ساعة. مش دي ممكن رجعها ساعة ضرب العددين? لان الساعة في الضرب وتوزع جامع. يعنى ده هو ده. بيسويب programmer. يعني العدد الناتج من ضرب العددين عدد ساعة طيباي يعني عدد حقيقي ساليب. صح? الساعة الطيباي العدد ده يعني حقيقي ساليب. وحقيقي ساليب ايمتى ضرب العددين يدي حقيقي اصلا. لو العددين مترافقين بيدي حقيقي موجب. لو العددين ساعة واحد في يوم سالب مرافق التاني بيدي حقيقي سالي. فعشان ضربهم في ضعض عدد حقيقي سالب اذا العددين واحد فيهم سالب مرافق التاني اللي هي الاجابة رقم به رابع سؤال بيقولك معدد المستقيم ها عايز معدد مستقيم بدور على نقطة على المستقيم ومتجه اتجاهه بيقول لي مار بالنقطة دي بس يبقى الحمد لله كده معايا نقطة عليه اهل عايزين متجه اتجاهه بيقولك موازيا المستقيم اللي بيمر بدول يعني المستقيم بتاعنا عمل كده بيمر بألف وبيوازي مستقيم بيمر بدول هنسميهم به وجين بيوازي المستقيم ده خلنا نعملوا بلون مختلف بيوازيه يعني ما بتقطعوش فأنا نقطة فانا المستقيم الاحمر هو اللي عايز معددته معايا نقطة عليه فاضلي متجه اتجاهه لانه بيوازي ده فليهم نفس الهي يبقى متجه اتجاه المستقيم الاحمر بتاعنا هو المتجه لاتجاه بتاع المستقيم المار بدول اللي هو المتجه به جيم بس يبقى اللي هي بيساوي به جيم اللي هو جيم نقص به يعني اتنين او اي حاجة او جيم به او اي رقم فيهم يعني يبقى اتنين وسالب اتنين واحد خلاص يبقى المستقيم الاحمر اللي احنا عايزين معددته معانا نقطة عليه دول مش نقطة عليه معانا نقطة عليه هي هناك ومتجه اتجاهه ويبقى معدلته المتجهة هي نقطة عشان هو حاطط لي متجهة وبرامترية واحدثية لو هجيبه بالمتجه هيبقى النقطة اللي هي دي زائد كاف في اله هل ده اللي في الاختيار الف لا طب هل مثلا خلي بالك خلي بالك من حاجة مهمة هو حاطط النقطة صح بس اله هي هو كتبه كده وانا عندي اله هي مكتوب كده بص طب ما ممكن يبقى نفس اله هي على فكرة ما ممكن يكون ده ضربه في سلب واحد لا لو ضرب ده في سلب واحد يبقى سلب اتنين واثنين وسلب واحد فمش نفع يبقى الاجابة الاف مش نفع طب تعالوا نجرب نجيبه بالبرامترية يبقى سين بتساوي سين النقطة زائد كاف في سين اله والصاد بتساوي صاد النقطة زائد كاف في صاد اله هي يعني نقص اتنين كاف والعين بتساوي عين النقطة زائد كاف في عين اله هي هل دي اللي في الاجابة به اتنين زائد اتنين كاف سلب واحد نقص اتنين كاف واحد زائد كاف لا مش هي يبقى دي كمان مش نفع طب نجيبه احداثي يبقى سين نقصين النقطة على سين اله بيساوي صاد نقص صاد النقطة يعني صاد زائد اتنين على صاد اله اله هي اللي هو صاد اتنين بيساوي عين نقص عين النقطة واحد على عين الهي اللي هي واحدة. هي دي? سين نقص اتنين على سالب اتنين. لأ في حاجة غلط. اه دي صد زائد واحد. هتبقى الاجابة اه كده الاجابة. اه الاجابة هي ده لانه ضرب متجه الاتجاه في سالب واحد. فاشتغل بمتجه الاتجاه كده يعني. بس. فالاجابة هي ده. بعد كده السؤال خمسة رجال. بيقول لي اللي قدامنا ده متوازي مستطلاط. عايز يجيب الف جيم شرطة ضرب اتجاهي الف ده. عشان اعمل ده محتاج احداثيات الف واحداثيات جيم شرطة واحداثيات ده. تعالوا نبص في الرسمة كده. احداثيات اول حاجة الف. الف دي عشان اروح لها. هتحرك كده كده على طول. يعني مش همشي عسين اصلا. وهتحرك عصاد الحتة دي اللي هي طولها تمانين. وهطلع على عين الحتة دي اللي هي طولها ستة. حلو. كده جبنا الف. محتاجين كمان احلسيات جيم شرطة. جيم شرطة دي عسينات. فبالتالي هتحرك لها عصين حتة طولها اربعة زي دي. والصاد صفر. والعين صفر. وعايزين دال على محور عين سهلة. صفر. سين بصفر صف بصفر. والعين الحتة دي اللي هي كام ستة. خلاص الموضوع خلص. هتروح بقى بعدها تجيب المتجه اللي اسمه الف جيم شرطة. هيبقى عبارة عن جيم شرطة ناقص الف يعني اربعة وسالب تمانية وسالب ستة. وتجيب المتجه الف دال هيبقى دال ناقص الف. دال ناقص الف. يعني صفر. وسالب تمانية وصفر. وبعدين تعمل لهم ضرب اتجاهي بالمحدد اهو. يبقى ضربوهم الاتجاهي هيساوي محدد. سين صاد عين. اربعة سالب تمانية ستة. صفر سالب تمانية صفر. يلغى عمود وصف السين وضرب هيديك سالب تمانية واربعين. والغى عمود والصاد واضرب يديك سفر. والغى عمود العين واضرب يديك سالب اتنين وتلاتين. يبقى الاجابة هي رقم به. لا. اه رقم دال. رقم دال. بس كده. بعدين عندنا السؤال السادسة الجالة. السؤال كويس. بيقول لك اذا كان ده بيساوي كده. فان الف صفر نقص الف اتنين زي الالف اربع نقص الف ستة ومش عارف ايه بتسويه. هو عايز الحاجات دي بصه. هو هنا بيقول لك ان ده زي تحدين اوه. تمام? بيقول لك الحد الاولاني هو الف صفر. هو كأنه فاكهولة كامل. طب هو الحد الاولاني اللي هو الف صفر ده هو هو الحد الاول. هو بيتجاب ازاي الحد الاول? بان انا اعمل ده قصي ستة يبقى واحد. هده اول حاجة جبناها. الف واحد اللي هنا ده يمثل ايه? يمثل معامل الحد التاني. يبقى انا بقول لك ان معامل او الف واحد يساوي معامل هاتنين. اللي هو بيتجاب ازاي? معامل الحد التاني اللي هو هيبقى ستة الحد العام ستة قف واحد في معامل ده قص الفرق بواحد في معامل ده قص اللي تحت بواحد يعني ستة بعدين اجيب الف اتنين بالمثل الف اتنين يمثل ايه? الف اتنين يمثل معامل الحد التانت اللي هو هيبقى ستة قف اتنين وخلاص بقى بالمثل بقى كمل. ستة قاف اتنين اللي حيكام اااة ستة تبديل次2x2 خمستاظ تلاتة هيبقى معامل الحد الرابع اللي هو ستة قاف تلاتة. الف اربعة هيبقى ستة قاف اربعة. الف خمسة هيبقى ستة قاف خمسة. الف ستة هيبقى ستة قاف ستة اللي هو واحد. وتروح تجمع بقى. يبقى الف صفر دي. اللي هي مطلوب يعني هيبقى عبارة عن الف صفر اللي هو واحد نقص الف اتنين اللي هو خمستاشر زائد الف اربعة اللي هي ستة قاف اربعة بخمستاشر نقص الف ستة اللي هي واحد والتاني هيبقى الف واحد اللي هو واحد نقص الف تلاتة اللي هو ستة قاف تلاتة دي اللي هي كم? الف واحد بستة. الف واحد بستة. اه الف واحد بستة صح. الف واحد بستة. الف تلاتة ستة قف تلاتة. عشرين. عشرين. والف خمسة بستة قف خمسة اللي هي ستة. فيبقى ان شكل النهائي ده صفر. واتناشر نقص عشرين سلب تمانية اللي هي الاجابة ده. بسيط يعني ما فوش حاجة. مجموع معاملات. بس يعني كده اسهل. بس. هنا بيقول لي. ايوه. المصفوفة قارف شكلها كده. والمصفوفة به شكلها كده. قال لك والف جيم بيساوي به. طب جيم دي ايه رقم ولا مصفوفة? جيم هو اللي طالبها وحطت مصفوفات. يبقى جيم مصفوفة. يعني من الاخر الراجل عايزك تحل المعادلة المصفوفية دي. المعادلة اللي بتقول الف جيم يساوي به. يلا حل يا اخوي. عشان نحل هذه المعادلة. عايزين نجيب المصفوفة جيم. هتقول لي اقسم على المصفوفة الف. ايه المصفوفات فيها اسمك? اتفقنا ان اي مصفوفة عايز اخلص منها اوديها الناحية التانية بالمعكوس الضربي بتاعها. بس عشان الترتيب حساس توديها بحيث تعدي واحدة. يعني الف تعدي جيم تيجي قبل به مش بعد به خلي بالك لو عملتها به فالف والسالب واحد غلط هتاخد صفر. عشان الضربة في المصفوفات غير ابدائي. يبقى ازا ايجاد المصفوفة جيم عشان اجيبها اعمل المعادلة دي. هتالف والسالب واحد اللي هو واحد على محدد الف في الف ملحقة في به. يلا نخش على المصفوفة الف نجيب لها المحدد. دف ده ستة نقص دف ده خمسة وعشرين تبقى س المصفوفات الملحقة بتاعت للاتنين في اتنين سهلة قوي. هنخش على المصفوفة الف اللي احنا عايزين نجيب لها الملحقة منبدا الرئيسي ونغير اشارة فرعي. سهلة خالص. وبعدين انزل المصفوفة به. اللي هي عبارة عن سالب سبع تلاتة اشتغل بقى بالقلم عايق. وبعدين يا فندم هنضرب المصحفات والنتج نضربه هنا. يبقى ديم هتساوي سالب واحد على تسعتاشر فيه. محدد. هنضرب الصف ده في العمود ده الاول. اهو. مش هرايس? الصف في العمود. نروح ضربين. سالب واحد وعشرين اعمل انا بقوله بقى. سالب واحد وعشرين زائد خمسة في ستة واربين. مدين وتسعة. بعدين نضرب الصف ده. الصف ده نمسح بقى خاص مش عايزين العمود ده. دي كانت سالب ستة واربين. الصف ده في العمود اللي هناك. في العمود اللي هنا ده. يبقى تسعة نقص خمسة في سبعتاشر. ستة سبعين. حلو. بعدين ننزل بقى تحت. نضرب الصف ده في العمود ده دلوقتي. يبقى خمسة وتلاتين مقص اتنين في ستة واربين. سالب سبعة واربين. حلو. وبعدين نضرب الصف ده في العمود النهائي او الاخير. يبقى سالب خمستاشر زائد اربعة وتلاتين يعني تسعتاشر. والرقم بقى تدرب في جميع العناصر بتاعة المصفوفة من الخواص. متين وتسعة تسعتاشر. حداشر. يبقى سالب حداشر. وده لما تدرب هنا ستة وسبعين تسعتاشر. وده ده تلاتة. ودي سالب واحد. يبقى هي الاجابة عندي رقم ده. هي كده كده من اول عنصر بانت انها به اصلا يعني. لان ما فيش مصفوفة فيهم بدقة بالسالب حداشر غير به. بعدين بيقول لي في مسلس قلب به جيم. هدي مسلس. هنا الف شرطة. او اسف الف به جيم ولا ايه? الضلع اللي اصاد الزاوية الف اسم والف شرطة اصاب بيه اسمه بيه شرطة اصاب جيم اسمه جيم شرطة. بيقول لي المحدد ده هي ساوي كامل. طبعا انا هربط الموضوعين ببعض. المحدد واضح فيه اه حاطت فيه اضلاع المسلس وجيوب الزاوية. حاطت اضلاع المسلس وجيوب الزاوية. مين اللي بيربط الاضلاع بجيوب الزاوية قاعدة الجيب? ان الضلع الف شرطة على جالزاوية اللي في وشه.ength pelo. بيساوي اتضلع به شرط على جالزاوية اللي في وشه به. بيساوي جيم شرطة على جا جيم. بيساوي اتنين نقة حيصه ناق نص قطرة دائرة المرة بروس المسالس. يبقى منها الف شرطة يقدر اجيب انا عايز اجيب اقناق بقي اضلع واجيوب الزواية. بالف شرطة بيساوي اتنين نقة جالف. وبالمثل به شرطة اتنين نقة جا به يبقى اخش على المحدد. اشيل الف شرطة واحط اتنين نق جاء الف. وبه شرط اشيله واحط اتنين نق جاء به. وجيم شرط اشيله بالمثل واحط اتنين نق جاء جين. وتحت هنا خمسة سبعة تمانية وجاء الف جاء به جاء جيم كده بقى شكل المحدد كده. واجي من الصف الاول اخد اتنين نق عامل مشترك. اصبح الصف الاول والتالت زي بعض بالزبط فالمحدد قيمته صفر بدون فك اللي هالاجابة عندي رقم دال. وشكرا. هنا مديني النظام من المعادلات متجنسة ولا غير? متجنسة لان طلافها الشمال كل صفار. معادلات متجنسة بيبالها حل وحيد او عدد لا نهائي. خلي بالك وبيقول لك النظام ده عدد حلوله قد ايه? طبعا صفر دي هرفضها بالسلس. لان المعادلات المتجنسة دائما لها حل. واحد اه ممكن. اتنين مفيش. مفيش حاسمها اتنين. هو يا حل وحيدي عدد لا نهائي من الحلول. فبنجيب مصفوفة المعاملات الف ونجيب لها الردبة ونقارنها بعرض المجاهيل. الف اتنين خمسة صفر. تلاتة صفر سلب واحد. صفر اتنين سلب تلاتة. وبعدين عشان نجيب ردبة الف واحد او اتنين او تلاتة نجيب لها قيمة المحدد. باستخدام عناصر الصف الاول. الغي عمود وصف اللي اتنين وضرة بيديك اتنين في اتنين اربعة. ناقص خمسة فيه. الغي عمود وصف الخمسة وضرة بيديك سالب تسعة. فهيطلع ده مش بصفر. يعني الردبة بتاعت الف تلاتة يعني بتساوي عرض المجاهيل اللون اللي هو هنا تلاتة. ازا النظام له حل وحيد اللي هو الحل الصفري او قلبة دي. ماشا رئيس. بعد كده عندك سؤال عشرة. بيقولك دول. اعلم بقى الكلام. دول بيمثلوا تلات احرف متجورة في متوازي سطوح. طالما هم احرف متجورة في متوازي سطوح. يبقى حجم هذا المتوازي بيساوي مقياس ضربهم السلاسي القياسي. هو الدني حجمه اصلا سبعة. يبقى ده معنى ان مقياس الضرب السلاسي القياسي بيساوي الحجم اللي هو سبعة. هروح شالي المقياس. وحط الناحية التانية موجب او سالب. فانت من الاخر عايز تحل المعادلة دي عشان تجيب المجلمة دهولك هاتو. بتجيب الضرب السلاسي القياسي ازاي? محدد اهو. محدد. اروح هنا المتجه الاولاني الف. والمتجه التاني به. والمتجه التالت دي. ثم اجيب قيمة هذا المحدد يا بالفك يا بدون الفك. والله هنا بالفك باستخدام عناصر الصف التاني عشان فيها صفر. يبقى سالب واحد فيه الغي واضرب يديك سالب اتناشر زائد واحد سالب حداشر سالب حداشر فيه سالب واحد حداشر. والصفر عنك رفله زائد اتنين فيه. الغي عموده صف دي واضرب يديك سالب ميم ناقص ستة. ده بيساوي موجب او سالب سبعة. يعني في الاخر شكل المعادلة سالب اتنين ميم ناقص اتناشر زائد حداشر يعني ناقص واحد يا امه بسبعة يا امه بسالب سبعة. خلي بالك ما تنساش المقياس. يبقى سالب اتنين ميم بتمانية يعني ميم بسالب اربعة من فوق. ومن هنا سالب اتنين ميم بتساوي سالب ستة يعني ميم بتلاتة. يبقى الاجابة هي الف. وخلص الكلام. سؤال حداشر يا فندم بيقول لك عايزين معادلة الكرة عايزين معادلة ايه كرة مركزها مين نص قطرها مين قالك تمس المستوى الاحداثي الذي معادلة عين بخمسة ومركزها كذا يبقى كده هو الدني المركز مركز الكرة عندي هو طب فين نص القطر نص القطر هجيبه من المعلومة بتاعت تمس الكرة لو مست اي خرة اي حد يبقى نص قطرها بيساوي طول العمود الساقط من مركزها على الحد ده بسبب التماس فانا هقوله بما ان الكرة تمس المستوى الذي معادلة عين تساوي خمسة اذا نصف قطر هذه الكرة يساوي طول العمود الساقط من مركزها اللي هو ده على المستوى اللي اسمه عين بخمسة اللي احنا مسينا على الحاجة اللي احنا مسينا احنا مسينا ميم مسينا المستوى اللي معادلته عين بخمسة يبقى نص القطر هنا هيجاب بقانون بعض نقطة عن مستوى هببعد النقطة دي عن المستوى ده القانون بيقول عشان اجيب بعض نقطة عن مستوى امسك متجه موضع النقطة اللي هو اللي هي النقطة يعني ها باعتباري اضربه قياسي مع نون زي الدال على معيار نون بس ميما عندي فين النون بتاع ده النون اللي هو معاملات سين وصاد وعين سين صفر صاد صفر عين معاملها واحد الدال مش خمسة سالب خمسة بتجاب من جوه يبقى لما اضرب دي قياسي مع ده هيديني سالب واحد دال بسالب خمسة معيار نون واحد يبقى نقب ستة يبقى الكرة دي معادلتها سين نقص سين المركز ونربع زائد صاد نقص صاد المركز يعني زائد اتنين ونربع زائد عين ونقص عين المركز ونربع بيساوي نقم اتربع اللي هو ستة وثلاثين فالاجابة تبقى رقم الف سؤالة نجر رجالة بيقول لي الشكل المقابل يوضح عددين مركبين على ارجانت حاله هو ايه اللي المزلس متساوي السقين والزوية دي تسعين فطبيعة تبقى دي خمسة اربعين ودي كمان زيها خمسة اربعين حلو وده اربعة فده اربعة فقد رجيب ده من فيساورس جزر ده تربيع زائد ده تربيع على الالب اربعة جزر اتنين محترم طيب حلوه هو عايز مين عايز العدد ده هنروح ناسم فعليا لا هنشتغل خوص مقياس وساعة اي حد عايزه هات مقياس وساعة العدد ده مقياسه مقياس هذا العدد المطلوب اللي هو عين 2 على عين 1 المقاس هتوزع في الاسمة يبقى مقاس عين 2 على مقاس عين 1 ثم هتروح من الرسمة تجيب مقاس عين 2 ومقاس عين 1 انت راجل فاهم ان المقاس ده طول القطعة وهو عين يعني مقاس عين واحد هو طول القطعة وهو عين واحد فين عين واحد هو طول القطعة وهو عين واحد اربعة مقاس عين اتنين هو طول القطعة وهو عين اتنين اهي ليه اربعة جزر اتنين يبقى العدد المطلوب اللي هو عين اتنين على عين واحد مقاسه جزر اتنين ساعته ساعة هذا العدد هتساوي ساعة الساعة في الاسمة توزع طرح ساعة عين اتنين ناقص ساعة عين واحد ساعة عين اتنين بجيبها ازاي ادي عين اتنين اهو الساعة بتاعته هي الزاوية اللي ما بينه وما بينه وهو سين اللي هو الاتجان مجابل سين اللي هي الزاوية دي اللي هي سيتة زائد خمسة واربعين ساعة عين واحد اهي اللي هي سيتة فدي هتروح يبقى العدد المطلوب ساعة وخمسة واربعين يبقى اذا العدد ده هو عدد مقياسه جزر اتنين ساعة وخمسة واربعين يعني بالصورة القصية شكله كده بس خلاص هو عايز الاجابة دي اللي هي رقم ده بس وخلصنا خلاص بعد كده عندك السؤال اللي بعده يقول لي عايز بعد من مستقيمين متوازيين نبهنا عليها في فيديو ملاقص قلنا المستقيمين المتوازيين البعد ما بينهم ان انا جيب نقطة من واحد فيهم وجيب بعضها عن التالي فهنروح ناخد نقطة مثلا من المستقيم الاول مش هتفرم من اي واحد فيهم ناخد نقطة من الاولاني بنجيبها ان احنا نساوي البسط بصفر من الصورة الاحداثية فيبقى نقطة من المستقيم الاولاني احداثيها السيني اتنين ولما ساوي ده بصفر واحد ولما ساوي ده بصفر سلب اربعة هذه نقطة تنتمي للمستقيم لم واحد يبقى البعد ما بين المستقيمين هو بعد النقطة دي علام اتنين يعني السؤال كأنه بيقول لك ايه وجد بعض النقطة الف عن المستقيم لم اتنين سؤال بعض النقطة عن المستقيم بس رح تجيب بعض النقطة عن المستقيم ازاي بالقانون معيار الف في هي على معيار ال هي وانت راجل فاهم الحاجات دي بتاعت القانون هي ايه الف تمثل النقطة اللي انا عايز بعدها عندي به تمثل النقطة على المستقيم اللي انا بجيب البعد عنه اللي هي دي مسلا او حط الكفة اي حاجة هات نقطة تانية يبقى دي كده اسمها به اه 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 هي هو متجه اتجاه المستقيم اللي عايزين البعد عنه اللي هو ده جيب انا معايا الف فيه اللي هو به نقص الف يعني سالب واحد وسالب اتنين وستة وممكن اضربه في سالب اخليه كده عادي يعني لا 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 استنى لا لا ده مانفعش عقب معايا انا بعتزا شح لا مانفعش هو انت هنفع هتلغب معاه ايوا عشان نهي به الف بس باتكلم ككنسب تايه بس ماشي يبقى هنا كان طليا معانا كم؟ عند راح تاني. اه الف به نقص الف سالب واحد وسالب اتنين وستة. خلاص? لهيه عندي اللي هو اتنين وتلاتة وسالب اتنين. فيبقى معيار هي تحت اللي هو جزر ده تربيع زي الده تربيع يعي تلاتتاشر زي ده اربعة سبعتاشر. هنروح بقى نجيب الف في هي بالمحدد. اهو. سين صادعين. الف هي يا به اللي هو عندي اصلا انا جايبه. وهي اتنين تلاتة سالب اتنين. الغي وضرب هيطلع لك ان ده ده يساوي اه اربعة نقص طمنتاشر سالب اربعتاشر. والغي الصاد وضرب يديك اتنين اتنين نقص اتناشر سالب عشرة بس غير عشرة. والغي العين وضرب يديك سالب تلاتة زي ده اربعة واحد. يبقى معيار وجزر. اربعتاشر تربيع مية ستة وتسعين زائد مية زائد واحد يعني ميتين سبعة وتسعين. يعني الطول هو ده. هسيبها بقى التعريب. اللي هي الاجابة ده. بس ده البوع ده. بعدين بيقول لي. الف فيه جين ده المتوازي اضلع. اهو. فيه الف باتنين وتلاتة سالب واحد. وبه صفر وخمسة وتلاتة. وجين سالب اتنين وسالب تلاتة واحد. وده المده ليش. وانا ممكن ما كنش محتاجها اصل. خلاص? قال لك ايه? عايزين معدلة المستقيم جيم ده. ادي المستقيم جيم ده له. مستقيم. عايز معدته محتاج نقطة عليه اهي. ومحتاج متجه اتجاهه. الواد يقول لك متجه اتجاهه بجيب نقطتين عليه. واعمل بيهم متجه. فانا محتاج ده. عشان اجيب جيم ده المتجه هو ده. يا عم ما هو ده? وده متوازين خليك صائع. يبقى متجه اتجاه المستقيم جيم ده. لانه بيوازي المستقيم الف فيه هو هو متجه اتجاه المستقيم الف فيه. بس يبقى متجه اتجاه المستقيم جيم ده. هو هو الف به متجه او به الف متجه. مش هتفرق يعني الف به متجه اللي هو به نص. الف سالب اتنين واثنين واربعة وممكن اقسمه على الاثنين واعتقد هو هيعمل كده في الاجابة يبقى المستقيم جيم دال معادلته هي ره تساوي نقطة عليه هي جيم او دال بس انا عندي جيم سلب اثنين وسلب تلاتة وواحد زيت كاف في متجه اتجاه اللي هو ده فهل دي في الاختيارات الاجابة الف ودرك الله في مرزك السؤال الخامس عشر بيقول لي اذا كانت الكرتان دون ادي الاولى على طول هات مركزها ونص قطرها مركز الاولى واحد وصفر واخد دي بعكس الاشارة تلاتة من الصورة القياسية نص القطر بيبقى جزر ده لان ده نق تربيع مربعة والكرة التانية معادلتها هي فبرضو بالصورة القياسية فهات مركزها ونص قطرها مركز دي سلب واحد واثنين وكاف ونص قطرها جزر خمسة وعشرين يعني خمسة حلو؟ ما لهم الكرتان؟ قال لك يا سيدي انهم متمساتين من الخارج هل الجملة دي تفدني بشيء؟ طالما تمسوا من الخارج فالبعد ما بين المركزين بيسوي مجموع عن صافد اختار يعني البعد ما بين المركزين اللي هو هجيبه بقانون بعد دي نوم بالنططيني بقى فرق السينات اتنين ونربع اربعة فرق الصداد اتنين ونربع اربعة فرق الاعينات كاف نقص تلاتة او تلاتة نقص كاف ونربع عادي مجموع عن صاف الأختار تسعة ربع الطرفين يطلع لك تمانية زائد كاف نقص تلاتة قصة اتنين بواحد وتمانين يبقى كاف نقص تلاتة قصة اتنين بواحد وتمانين نقص تمانية اللي هي كام نيه تلاتة وسبعين يبقى كاف نقص تلاتة بتساوي هاخلص بقى من التربيع بموجب وسالب الجزر تبقى مرة بجزتة وسبعين ومرة بسالب جزتة وسبعين يعني الكاف الاخر بتساوي تلاتة زائد او ناقص الرقم اللي اطلع لده اللي هي الاجابة رقم ده بعد كالسؤال 16 بيقول لي عايزين عدد الطرق اللي هنكون بها فريق من 6 اعضاء طب بنختارهم منين قالك من بين 8 بنات و 6 ولاد بحيث يحتوي الفريق على 3 اولاد فقط طيب واحدة واحدة بس تعانى نفكر في السيناريو هاي احنا لما نيجي نختار ال 6 اعضاء من الدول لازم نختارهم في قيد علينا ان يبقى فيه 3 اولاد بس فاما ان انا اختار 3 ولاد من 6 ولاد و 3 بنات من 8 بنات قصدي اسف اه 3 بنات من 8 بنات في احتمالات تانية اه لا مفيش احتمالات تانية يبقى احنا هنختار 3 ولاد من اصل 6 بنات من اصل 6 و 3 بنات من اصل 8 بس هو ده اللي انا اشتغل عليه يبقى دي كده هي الره ودي كده هي النون ودي نفس الكلام هنا هي النون وهي الره هنا الواقع هتترجم لفيه عدد الطرق هنا اشوف الترتيب مهم لأ التكرار ممكن لأ يبقى دي ستة توفيق ثلاثة ودي هتبقى نفس الكلام تمانية توفيق ثلاثة كده يبقى الناتج 1120 اللي هي الاجابة به بعد كده اللي بقعده بيقول لي عدد حدود هذا المفكوك اه تركاية دي عدد الحدود عشان اقدر يقول ان هو القص زائد واحد لازم يكون اللي جوه اتنين هل اللي جوه اتنين لأ فاللي هيقول ان هنا عدد الحدود 22 خد صفر طب هل تعرف تخليهم اتنين دول تعرف تخلي دول اتنين اه اعرف اخليهم اتنين لان ده اصلا مربع كامل يعني ده عبارة عن سين مقص ثلاثة قص اتنين قص واحد وعشرين فلما ندرب القصص في بعض تبقى سين مقص ثلاثة قص اتنين واربعين تخيل ان هذا المنظر هو نفسه هذا المنظر بس كتابته كده سهلت علي ان ان انا اقدر اجيب عدد الحدود بالقعدة بتاعت القص زائد واحد فيبقى اتنين واربعين زائد واحد تلاتة واربعين حد سؤال 18 بيقول لي الكلام ده بيساوي كده اه ماشي فنوم بكام او سين يمكن ان تكون ايه طبعا اللي قاله هنا بتجري تفك على طول التبديل ما اضريب اعلم اضريب اوش هاعم ويهو دي اعمل يا عم ببطل عبارة هو مديك الطرف اليمين فيه تبديل يعني بيقولك ان الطرف الشمال كمان لما تلعب معاه هيبقى تبديل العب معاه العب معاه ازاي خد يا عم من دين نون مشترك يبقى لك نون تربيع ناس اربعة في نون تربيع ناس واحد وده يتحلل لفرق ما بين مربعين نون زائد اتنين في نون ناس اتنين وده يتحلل لفرق ما بين مربعين نون زائد واحد في نون ناس واحد والنون اهي بس بس اكده بتنب ترتيب كده بص كده انت ضارب خمس اعداد متتالية في روحي واكبرهم ده طب ما دي كده تبديل يبقى ده هينزل اهو واللي هناك دي هتبقى تبديل ده العلم وعددهم خمسة يبقى الدليل خمس شكرا يبقى سين بكام بخمس بس يعني سهل ممتنع سؤال 19 بيقول لي عايز طول العمود المرسوم بين المستويين ده بص يا اكسلانز المفروض ان احنا عشان نجيب بعد عمودي بين مستويين متوازين فبناخد نقطة من واحد فيهم ونجيب بعدها عن التاني بس في قانون اسهل بكتير ان انت لو عايز طول العمود المرسوم بين مستويين بيتجاب القانون مقياس فرق الدلت على معيار النون بس قبل ما تطبق القانون ده لازم تبقى نفس النون نون واحدة يعني النون بتعدة هي النون بتعدة طب لو ما ليتهمش زي بعض تقسم واحدة فيهم على رقم تدرب واحدة فيهم في رقم كده فهنا النون بتاعت الاولاني هي والنون بتاعت التاني هو هو يبقى ايه اذا نطبق القانون مباشرة الدالة الاولى بسالب تسعة مش بتسعة الدالة التانية بسبعتاشر مش سالب سبعتاشر على معيار النون النونه هو معياره هيبقى جزر تلاتة تربيع زائد مية اربعة واربعين زائد ستاشر فيطلع ستة وعشرين اعطى تلاتاشر اتنين واحدة طول واقضي القادر بسه سؤال عشرية جميل بيقول لي اللي قدامك دي هي مصفوفة المرافقات لمصفوفة المعاملات الف يعني دي هي مرافقات الف دي كده ومنها لو انا دورتها هجيب الملحقة يبقى الف ملحقة هي مدوار دي دور العمود الاول صف اول والعمود التاني صف تاني والعمود التالت صف تالت هي دي الملحقة بتاعت نظام معدلات ومحدة الف تربيع خلي بالك من المعلومة دي سوي محدة الف ملحقة ومحدة الف سالب خلي بالك برضو منها فهات مجموعة حل المعادلة المصفوفة دي سؤال قوي قوي انت شو انتحل دي يعني عايز مين عايز مصفوفة المجاهيل اللي احنا بنديها الرمز سيد فالمعادلة على الشكل الف في سين بيساوي المصفوفة دي اللي هنسميها به فعشان اجيب المصفوفة سين هوادي الف الناحية التانية بمعكوسها الضرب بحيث تعدي سين وتيجي قبل به طب ودي بتجاب ازاي الف مو الف والسالب واحد بتبقى واحد على محدة الف فيه الف ملحقة في به بص كده بيه عندك الف ملحقة جبناها لما دورنا المرافقات يبقى اللقطة فين اللقطة ما انا جيب ابن اللزينة ده فجيبوا منين من المعلومة دي مين في دول اقدر اجيبه محدد الملحقة محدد الملحقة هجيبه ازاي محدد الف ملحقة بالفك موجب سالب موجب اوه دي لغي واضرب ومش عارف اعمل ايه هيطلع محدد الملحقة بربعمية واحد واردين خلاص بقى اعملها بسرعة طب ما انا عندي محدد الف تربيع بيساوي محدد الملحقة يعني ربعمية واحد واردين يبقى محدد الف بيساوي هاخد الجزر بالموجب والسالب بس هاخده بالسالب بس لاني عني المحدد سالب يبقى ده بسالب واحد وعشرين لما اخد الجزر يبقى ازا سين هتساوي واحد على ده فيه الف ملحقة دور المرافقات اللي هي عندي اصلا خمسة سالب تلاتة سالب سبعة سالب اتنين سالب تلاتة سبعة في به اه مش هتيجي مش هتيجي هنا في به اللي هي اه تسعة خمستاشر اتناشر خلاص اتكمل انت بقى اضربه بتاعه عندك الفاينال اقصى بس بس سؤال كويس نروح للجلل الامتحان الرابع والاخير في اه اليوم الاول بيقول لي نص كتر الكورة دي خلي بالك خلي بالك خلي بالك مش هينفع تاخد دول بعكس الاشارة لان اللي هنا دول مش وحايا فاحنا هنعمل ايه هنروح جايين من جوه القوس كده واخدين الاتنين عامل مشترك وتطلع الاثنين بره قص اتنين باربع وبالمثل هنا وبالمثل هنا يعني شكل معدث الكورة بعد ما نعمل الحركات الشعية جدا دي هيب اربعة في سين نقص واحد قص اتنين زائد اربعة في صود زائد واحد قص اتنين زائد اربعة في عين زائد واحد قص اتنين بيساوي ستة وتلاتة عين زائد اتنين وننسى مع الاربعة اخوة يبقى دي تسعة بس شكرا هبقى المركز او نص القطر هو عايز نقق على طول نقق هيساوي تلاتة يبقى هو عايز طول نص القطر بتلاتة اللي هي الاجابة جيه سؤال خبيث على فكرة تالي سؤال بيقول لي اذا كانت سين نقص اتنين احد عوامل المحدد يعني ايه الجملة دي الجملة دي معناها ان لما دي تبقى بصفر المحدد يبقى بصفر لما دي تبقى بصفر يعني عنده سين باتنين هناخد سين باتنين نعوض بيها هنا تبقى صفر خمسة تلاتة صفر كاف نقص اربعة كاف اتنين واحد واحد عوضنا عن سين باتنين بالعوامل في المحدد المحدد دي صفر معاك صفرين تعمل دول صفقة وفهد قمت المحدد بالفك باستخدام عناصر العمود الاول على طوله فس دماغك الصفرة تكرف لها يبقى موجة باتنين فيه انغي عمود وصفر لاتنين واضرب يديه خمسة كاف ناقص دف ده يعني ناقص تلاتة هنا يعني ناقص تلاتة كاف زائد اتناشر بيسوي صفر ايه سمع اللي اتنين ودي تبقى اتنين كاف بسالب اتناشر يعني كاف بسالب ستة اللي هي الاجابة عارفة باقي كاف السؤال اللي بعده بيقول لي نون زائد اتنين قاف اربعة بتسوي الكلام ده فانون باي انا لو منك وجالي سؤال زائد في الامتحان اجرب الاختيارات على طول يعني اعوض عن نون باتنين وشوف هتحقق الطرفين ولا لا نون باربعة شوف هتحقق الطرفين ولا لا وهكذا مين لي حققق مين فلما فعوض عن نون باربعة هنا هيطلع لك ستة كافة اربعة بخمستاشر ودي بخمستاشر وخلاص خلاص خلصنا ما تحلش رياضة يعني هنا موضوع لها استدائي بعدين بيقول لي قياس الزاوية بين المستويين دول بديني المستوي الاول بالصورة العامة والتاني بالصورة القياسية اللي انتو بتكرفولها فانت عشان تجيب زاوية بين المستويين بتستخدم هذا القانون جتا سيتا بتساوي من قياس نون واحد ضرب قياسي نون اثنين على معيار نون واحد معيار نون اثنين هتلي نون واحد من الصورة العامة من الصورة العامة النون بيبقى معاملات سين وصد وعين واحد واحد وصفر من الصورة القياسية النون بيبقى المضروب في الاقواز دي اللي هو 3 وسالب 6 و6 واقدر اقسمه كمان على الثلاتة عادي يعني. يبقى واحد وسلب اتنين واثنين. مش هرقز? فيبقى جاتا سيتا. بتساوي مقياس. اضرابه مقياس يديك واحد ناقص اتنين زائد صفر. على معيار الاول معيار ده جزر اتنين ومعيار التاني ثلاثة. فيبقى جاتا الزاوية. بيساوي سواني عشان في حاجة غلط. انا جاي بنقول واحد غلط اصلا. المفروض واحد وصفر واحد. بس. يبقى واحد زائد اتنين. ده الدرب القياسي. يبقى يديك تلاتة على تلاتة جزر اتنين يعني واحد على جزر اتنين يعني سيتا بشفت جزين الخمس شفت جزين واحد على جزر اتنين بخمسة اربعين. اللي بعده بيقولك الف وبهم والتجاهين الزاوية ما بينهم سيتا فالمقدار ده بيساوي ايه? تعالى نجيب المقدار ده. اولا لازم تكون أعرف ان معيار الضرب اللي اتجاهي بيتفك لمعيار الاول. في mockery تاني في جزاوي اللي ما بينهم. وان الضرب القياسي. خلي بالك ان المقاس لما يتربع ما لهوش لازمة يعني ما عارشو حصت مقاس ليه. بس خير يعني. وان الضرب القياسي بيتفك المعيار الاول في معيار التاني في جزاوي. طيب. هو بيقول ليا معيار متربع. يبقى ده لما ربعه هيبقى عامل كده لان التربية هتوزع في الضرب. وده متربعة. فهيديك كده. فيبقى ناتج جمعه هو عايز ناتج جمع دول. لما اجمع دول هاخد معيار الف تربيع عامل مشترك هو في معيار به تربيع يعني. فيطلع لي جا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا. دي بكام بواحد يبقى الناتج هو ده اللي هو بيمثل او اقدر اكتبه بالشكل بتاع الاجابة رقم الف. هنا بيقول لي معادلة المستقيم المربدي. حلو معي نقطة عليه فاضل مين? فاضل متجه اتجاهه. بيقول لي هذا المستقيم يصنع زوايا متساوية مع المحاول. استنى بقى. واحنا المعلومة دي انا اكيد هجيب منها الهيه. طب ما احنا عارفين المعلومة دي لما نسمعها. يبقى الهيه بيساوي واحد 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 او اتنين واثنين واثنين سالب نص وسالب نص براحك. واحد على جهاز الثلاثة عاية. اضربوا في اي حاجة. يبقى المستقيم هو عاز معدده الاحلسة بقى سين نقصين النقطة. على سين الهيه. بيساوي صاد نقص صاد النقطة على صاد الهيه. بيساوي عين نقص عين النقطة على عين الهيه. اللي هي الاجابة رقمي. صح كده? بيه. بيه. بيه بسوامش قسمة على حاجة عادي يعني ما هو حايد كده كده. اللي بعده بيقول لك مرافق العلد المركب ده. بيديك المرافق. يعني بيديك مرافق عين اهو. وعايز الصورة المسلسية العين. طب خلينا واحدة واحدة بس. هو انا عايز اجيب العدد عين بالصورة المسلسية ايه? فيش مقياس عين وساعة عين. مقياس عين من الخواص هو هو مقياس المرافق. يعني جزر ده تربيع زي الده تربيع. يعني اتنين. ساعة عين ايه علقتها بساعة المرافق. هي سالب ساعة المرافق. الخاص? فالسيادتك هيبقى سالب. هات ساعة المرافق ساعة العدد ده يعني. سين سالبة صاد موجبة ربع تاني. الساعة في الربع التاني بتبقى مية وتمانين. زائد شفت تان صاد على سين بقشرتها. يعني جزر تلاتة على سالب واحد. فدي تطلع لي على الالة مية وعشرين. يبقى سالب مية وعشرين. يبقى العدد عين افاشت مقياسه واسعته. يبقى عين بالصورة المثلثية مقياسه اتنين في جتة الساعة بس هو كاتبها دائري حول دي دائري تبقى اتنين باعة على التلاتة. زائدته جسل باتنين باعة على التلاتة. ليه الاجابة به? وعلى فكرة انت كان ممكن من البداية تجيب يعني العدد نفسه تجيبه. مش انا مديك مرافقه. لما جيب مرافق المرافق يرجع العدد الاصلي يعني العدد الاصلي هو مرافق ده. بس هو اشتغل عليه بقى اجيب له مقاسوس يا عاو صباح الفل. تامن سؤال بيقول لي مسلس رؤوسه النقط دي. عايزين مساحته. العال حافظة ان المساحة معيار الف بي. يا بويا مساحة المثلث بتجاب ازاي? نص. معيار. الدرب اللي اتجاهي لايه بقى? لضلعين في المسلس. ضلعين مش رؤوسه. فالضلع الاولاني اللي هو مثلا الف بي. والضلع التاني الف جيم او اي ضلعين على فكرة مش تفرق. هات الف بي فيه الف جيم. محدد. اوعد اضراب لي الف بيه? انا مبضربش رؤوسه انا بجيب مساحة. الف بيه هو بيه نقص الف يعني واحد وتلاتة وسالب اربعة. الف جيم هو جيم نقص الف يعني سالب اتنين وسالب واحد وسالب واحد. يلا باش هلغي وضرة بيديك سالب تلاتة مقص اربعة سالب سبعة. والغي الصاد وضرة بيديك سالب واحد مقص تمانية سالب تسعة وغير تسعة. والغي العين وضرة بيديك سالب واحد زائد ستة خمسة. يبقى مساحة وهتساوي نص في معيار ده اللي هو جزر. ده تربية تسعة واربعين زائد مية خمسة وخمسة. فيبقى الاجابة رقم جيم. اللي بقى ده بيقول لي ازا كان في المفكوك ده حد خالي من سين. معلكش هو الحد الكام هو بيقولك ان فيه حد خالي من سين. فده لو عشان يحصل لازم نون يبقى مضاعفات لانهي عدد. طب تعال روح نجيب الحد الخالي من سين. نجيب الحد العام هون سنجف. الحد العام هيبقى نون قفره. في الاولان يقص الفرق نعملها على طول. في التاني سين قص سالب واحد قص ريه يعني سين قص سالب ريه واجمع القصص تبقى تلاتة ريه. كده ببسط. اساوي القص ده بالصفر. عشان اجيب الريه. تبقى الريه بتساوي اتنين عالتلاتة في نوع. مش الريه دي اللي هي واعتبر المكان بتاع الحد الخالي من سين ما تروح منه واحد. فعشان تبقى الريه دي معرفة او يبقى بتمسل مكان لازم تبقى الريه عدد طبيعي. وعشان ده يحصل لازم النون يبقى بيقبل عالتلاتة عشان لما سموا على ده يدي عدد صحيح موجة. يبقى ازا النوم مضاعفة للعدد تلاتة. عشرة بيقول لك ازا كانت الف مصفوفة المعاملات لنظام المعادلات دي. طب تعال روح نجيبها. خلي بالك دي معادلات غير متجنسة. لان طرفها الشمال مش كله صفار. ده في صفر يا استاذ ايوة مش ما هو مش كلهم صفار. هات مصفوفة المعاملات. الف واحد تلاتة كاف. تلاتة سلب اربعة واحد. وعندك اربعة ولام وخمسة. قال لك ومصفوفة المعامل المرافقة الالف هي دي. دي كده هي مرافقات الف. مديني مرافقات الف بتساوي كده. وبناء عليه عايز قيم المجاهين لم وميم ونوم. عبط. اللي مدهول اجيبه. مش هو اديك مرافقات الف اديك مرافقات الف روحتها. بتجيب مرافقات الف ازاي? او. موجة بسالب موجة بسالب موجة بسالب موجة بسالب موجة. امسك انا عايز اجيب مرافقات الف. امسك الواحد يلغي عمود وصف. سواني عايزين ننقل دي. يبقى هنا. هنمسك العنصر الاولاني اللي هو الواحد ده. يا عم خلاص خلاص. الواحد ده نجيب له المرافق ونرميه هنا. يلغي عمود وصف الواحد يديك سالب تسعة نقص لاب ورميه هنا. اللي مدهولي بجيبه. والتلاتة يلغي العمود والصف يديك خمستاشر نقص اربعة. حداشر ورميه هنا. يا جمعه عشرين نقص لاب. يا جمعه على القانب اللي عليك عشان بتوفي الحاجات دي. سالب عشرين نقص لاب. بعدين نمسك الكاف نلغي العمود والصف يديه تلاتة لام زيت سبتاشر. ورميه هنا. بعدين نمسك التلاتة نلغي العمود والصف يديه خمستاشر نقص كاف لاب. تضرب في السالب تبقى كاف لام ناكس الاشارات نقص خمستاشر. يلغي عمود وصف الاربعة يديك خمسة نقص اربعة كاف ورميه هنا. عمود وصف الواحد والغي يديك لام نقص اتناشر ورميه هنا تبقى اتناشر نقص لام لان فيه سالب. عمود وصف الاربعة يديك تلاتة زيت اربعة كاف. عمود وصف اللام يديك واحد نقص ثلاثة كاف وهنا يديه تلاتة كاف نقص واحد. عمود وصف الخمسة يديه سالب اربعة نقص تسعة سالب تلاتة عشر. ثم مصففتين بيساوي بعض. فتساوي ده ده تجيب لام. يبقى سالب عشرين نقص لام بسالب واحد وعشرين. ده بده. مع ناصر متناظرة بتتساوي. يبقى لام بواحد. حلو. جيبنا لامه بواحد. وبعدين يا فندم اساوي خلاص جيبنا لام مش عايزنا في حاجة. وبعدين اساوي خمسة نقص اربعة كاف باللوسادها هنا تلات تاشر. فيبقى خمسة نقص اربعة كاف في تلات تاشر. يعني اربعة كاف بايه? بتمانية. بسالب تمانية. يبقى كاف بسالب اتنين. كده جيبنا كاف. بعدين نمسك ميم. فين ميم لوحدها. اهي. ميم دي هسويها بكاف نقص واحد. ولا دي تلاتة كاف نقص واحد. تلاتة كاف نقص واحد. يبقى ميم بتساوي. تلاتة في كاف اللي انا لسه جايبها بسالب اتنين. نقص واحد يعني سالب سبعة. يبقى دي كده ناقص سبعة. ونون من هنا هسويها باثناشر نقص لام. اتناشر نقص لام اللي هي احداشر. يبقى نون باحداشر. يبقى هنا اه اتناشر نقص تسعة تلاتة. ليه الاجابة به? سؤال طويل قوي. سؤال طويل قوي. سؤال حداشر رجالة. بيقول لي واحد زاد اوميجا زاد اوميجا تربيع وهكزر حد اوميجا وسمية. بص. الاسرة دي انا بحبش حلها بالحب. بحب حلها بالمتسلسلة الهندسية. انت لو قسمت ده على ده اوميجا. ده على ده اوميجا. ده على ده اوميجا. ده على ده اوميجا. فكل حد على قبله بيساوي مقدار ثابت اللي هو اوميجا. يبقى ايزا دي متسلسلة هندسية. طالما متسلسلة هندسية بنجيب منتهية بنجيب مجموعة كده. بتبقى الكلام ده لو اسمه كاف مثلا المقدار ده. نتج الجمع ده بيساوي ألف في ريه قص نون نقص واحد على ريه نقص واحد ألف ده بيمثل الحد الأول اللي هو هنا واحد يبقى ده خلاص بواحد ريه ده الأساس اللي هو اسم كل حد على قبله اللي هو أوميجا نون بيمثل عرض الحدود من أوميجا قص واحد لأوميجا قص مية هيبقوا مية وزود عليهم ده هيبقوا مية واحد على ريه اللي هي أوميجا نقص واحد طيب أوميجا قص مية واحد دي هي أوميجا قص تسعة وتسعين زائد اتنين يعني أوميجا تربية لما تتقسم على ده يطلع لي أوميجا زائد واحد اللي هي واحد زائد أوميجا بسالب أوميجا تربية تبقى الإجابة ده هنا بيقول لي عدد طرق اختيار فريق مكوم من أربع أفراد من نفس الجنس ماشي كده من تسع أولاد وست بنات وهو حاطت عليها شرط أهو وهنا أربع أفراد بختارهم ممكن أختار إزاي؟ أختار الأربع أفراد يبقوا أربع ولاد من تسع ولاد هذه طريقة اخترتهم كلهم ولاد عشان انت عايزهم من نفس الجنس أو يبقوا الأربع أشخاص هم أربع بنات من أصل ستة بنات بس يعني ثم نمسك الاحتمال ده توفيه عملناها كتير هتبقى تسعة قفة أربعة أو يعني زائد ستة قفة أربعة يبقى اللي جاب بتاعتنا رقم ده بس جب سؤال تلتاشر بيقولك نقطة منتصف ألف بيه روح حاتها انت لسه هتفكر قدي ألف ودي بيه هت نقطة منتصف ألف بيه سميها جين مسلا يبقى نقطة منتصف ألف بيه انا سميتها جدعانة جين اجمع السينات على الاتنين سلب واحد والصدات اتناشر زائد أربعة كافة على الاتنين وزع يبقى ستة زائد اتنين كافة والعينات خمسة زائد سلب اتنين تلاتة على الاتنين ما لها بقى النقطة دي قالك هذه النقطة اللي هي منتصف ألف بيه اللي هي جين تقع في المستوى سين عين تقع في سين عين يبقى عندها الصد بصفر يبقى ستة زائد اتنين كاف بصفر يعني كاف بسالب تلاتة اللي هي الإجابة رقم دي سؤال بسيط جداً ما فيهوش حاجة هنا بيقول لي سؤال قوي بيقولك النسبة بين الحد السابع من البداية في المفكوك ده يعني حه سبعة في المفكوك ده إلى الحد السابع من النهاية في نفس المفكوك مش الحد السابع من النهاية ده اللي أنا أحطه تحت هنا هو هو الحد السابع من البداية في المفكوك المقلوب يبقى تحت حه سبعة فيه المفكوك المقلوب بدل يبقى واحد على الجزر التكعيب الاثنين زائد الجزر التكعيب الاثنين والصنوع ما لها النسبة دي عم الحج ربق حلوة أولاً عايزين نبصت دول دي اتنين قص طلت هكتبها كده احسن عشان شغل القصص ودي اتنين قص سالب طلت لما بصتها وضلها فوق وتحت بالمثل دي اتنين قص سالب طلت ودي اتنين قص طلت يلا اخويا هاتلي حق سبعة هنا حق سبعة هنا هيبقى نون قف ست في الاولاني اتنين قص طلت وقص الفرق يبقى اتنين قص طلت نون لما اضربت طلت في نون مقص ستة تبقى طلت نون مقص اتنين في التاني اتنين قص سالب طلت وقص اللي تحت يعني اتنين قص سالب طلت وقص ستة يعني سالب اتنين ونجمع القصص تبقى عاملة كده كده بصتنا ده على اللي تحت هيبقى نون قف ست في الاولاني اتنين قص سالب طلت وقص الفرق لما اضرب سالب طلت في نون نقص 6 تديني 2 نقص طلت نون في الثاني 2 قص طلت قص 6 يعني 2 تربيع واجمع القصص تبقى دي قصة 4 كده بسطنا كل ده بيساوي كم يعمل حج قالك بيساوي ربع والتوفيق هتروح مع التوفيق والأساس واحد اجمع القصص تبقى 2 قص ده نقص ده يعني ده لما اترحوا من ده يعني يبقى طلت نون بالراحة هو نقص 4 زائد او نقص 4 زائد تلت نون فهتبقى 2 قص 2 على الثلاثة نون نون قص 8 بيساوي ربع اللي هي 2 قص سالب 2 الاساس بيساوي الاساس يبقى القص بالقص يبقى 2 على الثلاثة نون نقص 8 بسالب 2 يبقى دي تروح الناحية التانية بستة يفعل واحد فيها الثلاثة فتطلع نون بتسعة سؤال جميل قوي 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 في شغل هنا فاندم بيقول لي عين عدد مركب شكله كده خلي بالك من قياسة 4 ماشي ساعته ماقدرش اقول انها 30 لان الجامب بدلة مع الجتاو فيه سالب والدنيا بايزة فدي مش قياسية عشان ارجعها قياسية بنحدد الربع ونوع الدوال ونستخدم الشكل ده اللي هو بنحفظ النص الفؤاني منه نضربه في سالب نجيب النص اللي تحت هنا سينه مجبسات سالبة في الربع الرابعة اضرب في سالب يبقى عامل كده الربع الرابعة ودي صح ودي غلط ربع رابعة والدوال معكوسة يبقى روح في الربع الرابعة اختار ده تطلع لي سعة عين هي سالب 90 زائد الزاوية دي 30 يعني سالب 60 افشنا مقياس العدد اللي عايزينه وساعده قالك احنا عايزين احد جزوله التربعية خلاص بسيطة هيبني جزرين تربعيين ليهم نفس المقياس افرضهم عين واحد وعين اثنين مقياس اي جزر فيهم هيساوي مقياس الاصلي قص واحد على عددهم اثنين ساعة اول جزر بتساوي ساعة الاصلي سالب 60 على عددهم اثنين ساعة تاني جزر بتساوي ساعة اللي قابله زائد 360 على الاتنين 180 يعني 150 يبقى اول جزر مقياسه اثنين ساعة سالب 30 يعني شكل اللي خلفه كده بس هو عايزه جبريا احسب دي جزر 3 على الاتنين هنا تبقى جزر 3 ودي تبقى سالب ته ده احد الجزر اللي هي الاجابة جيه والتاني هيبقى العكس سالب جزة هتزاعد ته سؤال 16 جميل بيقولك الف مصفوفة غير منفردة يعني ايه يعني محدد الف لا يساوي صفر فان الف ملحقة بتساوي ايه احنا عارفين الملحقة بنجيب ان احنا نجيب المرافقات وتدور او في الاتنين في الاتنين بد الرئيسي غالش هتفرعي ولكن ايه بقى اللي هو بيقوله ده بقى بصي حبيبي في خاصية بتقول الف في الف ملحقة بيساوي محدد الف في الاي من هنا قدر اجيب ما قدرش شير الاي الوقتي لان جنبها رقم من هنا قدر اجيب الف ملحقة المصفوفة دي بان انا ودي المصفوفة الف الناحية التانية بمعكوسها الضرب يتعديها وتيجي قبل الاي الرقم كده كانا ما افرقش معايا كده الاي تتشال لان جنبها مصفوفة يبقى الف ملحقة بتساوي محدد الف في الف السلب واحد اللي هي الاجابة الف سؤال 17 بيقولي في المفكوك ده حسب قوة سين التصعادية فسين في الخانة التانية فاحنا في السليم اذا كان كذا فهاتلي سين طيب انا ممكن احل معادلة زي دي الزي كابتن اجيب الحد السادس بالحد العام والسبق والثامن هكذا بالحد العام او انا راجل صايع واخد بالي ان دي ستة دي سبعة دي تمانية الفرور وحايل فهقسم على حاها سبعة من النسبتين بص يبقى دي زائد ربع بتساوي سبعة في حاها تمانية على حاها سبعة كده بقت في اللذيذ نسب اسهل ها ستة على ها سبعة دي نسبة مع كوسة هات المزبوطة على جنبه هاتها على جنب تبقى القصة تسعة مقص الرطب الصغره ستة زائد واحد على الستة في التاني سين على الاول اتنين تبقى عشان على الستة اربعة على الستة يعني اتنين على التلاتة في ده تبقى تولت سين انا خليها سي تلاتة يعني سين على تاتة تبقى تلاتة على سين يعني جبت المصبوطة ونزلتها مع نوم زائد ربع بيسوي سبعة فيه هاته النسبة دي على جنبه ونزلها مبساطة هنا هيبقى تسعة مع السبعة زائد واحد على السبعة فيه سين على الاتنين دي عشر مع السبعة تلاتة تبقى تلاتة سين على سبعة في اتنين فدي هتروح يبقى المعادلة النهائية طلعتلي تلاتة على سين زائد ربع بيسوي تلاتة على الاتنين سين ارميها على الآلة بقى كابتن شوفها يطلع علينا يا مصطفى كام اللي هان اجابة جي بس جب اللي بعد بقولك حللنا المعادلة بي ولا تشغل بالك قابلت محدد هتقيمته ده اتنين في اتنين عبيد قوي هيبقى قيمته حاصل ضرب عناصر الرئيسي نقص حاصل ضرب الفرعي بيسوي سبعة ودي التمانية يبقى ثلاثة مقياس سين لقص واحد بخمستاشر ايه سمع الثلاثة يبقى دي بخمسة شين المقياس وحط موجب وسالب يبقى مرة سين بتساوي خمسة زائد واحد ستة ومرة سين بتساوي سالب خمسة زائد واحد سالب اربعة يبقى ستة وسالب اربعة اللي هي الاجابة جي اللي بعد بقولك عايزين معدد المستوى عشان اجيب معدد مستوى محتاج ايه نقطة في المستوى والمتجه العمودي عليك قالك بيمر بالنقطةين دولي دي واو ودي مثلا الف ويوازي هذا المستقيم اتكب على الصبر يوازي يا اخونا ده يوازيه استنى بقى كده ادي المستوى التعلق فيه نقطةين جوا انا عرفه واو والف وده المتجه العمودي عليك وفيه مستقيم بالرابي وزيه بس انا ارسمه على الصبورة كده لو اسمه لام ده مثلا فالسيقتك ايه استاذي محتاج نقطة في المستوى والعمودي بعد بدل النقطة اتنيه طب انه نجيبه ازاي اقفش متجهين هو عمود عليهم فنون عمودي على المتجه واو الف اللي هو المتجه الف ليه؟ لانه في مستوى هنا الف في المستوى عشان واو في المستوى خلاص؟ ادي واحد ونون عمودي على المستقيم ده عشان المستقيم ده بيوازي مستوى بيوازي مستوى فيبقى النون عمودي على المستقيم يعني عمودي على الهيه بتاعه افاش تمتجهين نون عمودي عليهم يبقى نون بيساوي ضربهم لاتجاه اللي هو هيتعامل بالمحدد سين صاد عين مركبات المتجه ألف هي إحداثيات النقطة ألف والهيه المتجه اللي هو واحد وسالب أربعة وسبعة يلا حبيبي إلغي وضرب ديك سالب سبعة زائد تمانية واحد وإلغي الصاد وضرب واحد وعشرين ناقص اثنين تسعتاشر وغير وإلغي العين وضرب سالب اتنشر زائد واحد سالب حداشر وممكن أضربها في سالب كبابة كاسة فهيبقى المعادلة سين النون في سين زائد صاد النون في صاد زائد عين النون في عين بيساوي هضرب النون قياسي مع متجه موضع أي نقطة هيطلع صفر كده كده أصلا دي بصفر من غير حاجة عبيد عشان المستوى بيمر بنقطة الأصل فما فيش دال ما فيش حد مطلق هنا بيقول لذبت إن المحدد ده بيساوي كده شكل وخد ولا تتخد ولا تتنيل واحدة واحدة بص مش تاتا تاتا معك كينجو صفر بي ده اضرب في سالب واحد واجمع يبقى ده صفر خلينا بسرعة بقى هكتب له ايه على جنب بص هكتب له سالب صاد واحد زائد صاد اتنين والنتج في صاد اتنين وده واخد نسخ طبعا فلما اعمل كده ده يبقى صفر وده في سالب واحد واجمعه هنا بص هيحصري هيديني واحد نتج الجمع بشكله كده ده زائد سالب واحد هنا يعني زائد اتنين جيم نقص اتنين جيم تربيع فدي راح فيبقى العنصر ده دلوقتي يبقى واحد زائد اتنين جيم ماشي بعدين ده في سالب واحد واجمعه هنا دي سهل هتديني تلاتة جيم كلام جميل يبقى اصبح شكل محدد كده بص واحد سالب اتنين جيم زائد اتنين جيم تربيع نمسح دي بص وهنا سالب تلاتة جيم زائد تلاتة جيم تربيع وهنا صفر وهنا واحد زائد اتنين جيم بصوا بيتبصت كده لوحده. وبعدين هضرب ده كمان في سالب جيم واجمع عشان اصفر دي. واخد النسخ. فواحد في سالب ايه بقى هنقول له سالب الصف الاول زائد التالت والنادج في التالت. ده في سالب جيم واجمع هنا صفر. ده في سالب جيم واجمع. يديني اتنين جيم تكعيد. زائد ده في سالب جيم. معايش شاس نمس عشان اخب بالي دي ايه? دي في سالب جيم تبقى موجة باتنين. موجة باتنين جيم تربية. ودي في سالب جيم سالب اتنين جيم تكعيب. فدي كمان تروح يطلع اتنين جيم تربية. ودي في سالب جيم واجمع هنا هتديني. واحد زائد نتج الجمع هيبقى واحد زائد تلاتة جيم تكعيب نقص جيم هنا. يعني زائد تلاتة جيم تربية نقص تلاتة جيم تكعيب فدي تروح فيطلع واحد زائد تلاتة جيم تربية. صفرين حرف اللي نعمل دول صفار دول بقدينا كده. وما نكتبلوش حاجة دي مش لازم نكتبها الواصلة. بعدين يا استاذي مش شرط بقى اظهر صفر تالت تعالى من هنا فك. هيبقى داف ده. يعني لما اضرب الاقواس يديني واحد زائد تلاتة جيم تربيع ضربت الواحد هنا زائد اتنين جيم هنا يعني زائد اتنين جيم زائد ستة جيم تكايب. ناقص داف ده اللي هو ستة جيم تكايب فدول يروح ويبقى المحدد قنطه هاي اللي هو عازز بس يا خلاص. كده الحمد لله اليوم الاراضي خلص.